يا صباح الخيرات على كل حضراتكم مشاهدي خلالات الأهلي في كل مكان في العالم يوم جديد ودائد حلقة جديدة من 10 صفحة في الأهلي أكيد حنفتح من خلالها إن شاء الله مع حضراتكم كتير من الموضوعات اللي تهموكم وبرضو أكيد حنتكلم من خلال حلقة النهاردة عن اللي فات وعن اللي جاي إن شاء الله بالنسبة للنادي الأهلي واللي جاي مش هين بس احنا كالعادة أدهى وقدود صباح الفل عليكم صباح الفل عليك يا نهاوان صباح الخير والجمال والنصر وكل حاجة حلو عليك يا كريم وعلى كل سيدة دلوقتي المنشاهدين اللي بيتابعونا في كل مكان في العالم احنا اتفنا إن احنا برنامجنا عالمي طبعا ما احنا على قناة الأهلي وحنا أكيد منتكلم إن عندنا أكيد مشاهدين ومحب للنادي الأهلي من كل مكان في العالم وخلينا كده نقول إن احنا طبعا مع بداية كل حالة بما معانا أخبار جديدة خاصة بالفريق الأول والكواليس وحنتمن حضراتكم على اللعيبة وحنتكلم في أمور أخرى خاصة بإرياضات المختلفة ولو في مشاكل مع بعض الاتحادات وقطالنا اللي في الخارج اللي بيمثلونا كل ده حنتكلم فيه إن شاء الله على مدار الحلقة وكمان معانا فكرات مختلفة حينورنا فيها الفقرة الأولى الأستاذ العزيز جدا علينا الأستاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي والأستاذ رامي رجب الناقد الرياضي أيضا لأن ملفات مختلفة وحنتكلم كمان وحنتطرق للحديث عن الدوري الإنجليزي هتكون فقرة أخرى مع كابتر محمد عبد الوارث نجم الأهلي السابق لكرة الياد طبعا إحنا عارفين دولة بطولة الياد يعني من البطولات الكبيرة واللي بيتابعها تقريبا ناس كتيرة جدا من أنحاء العالم المختلفة ومصر حد دلوقتي نقدر نقول هذا العام عاملة يعني أداء رائع على الأرض والحمد لله إن هي ماشية بخطوات كمان نقدر نقول إن هي ثابتة فبالتوفيق ليهم بإذن الله هنتكلم في الكواليس وحنتكلم في ما هو قادم كمان يعني المنتخب قدامه تحديات قوية في الفترات اللي جاية فقرة تبية هتكون أخيرة مع ضفنا العزيز دكتور باهر السعيد وملف تبية أكيد برضو هيهم حضراتكم ودي بتكون فقرة يعني مسجلة نبدأ بقى نبدأ بالقول المأثور للنادي الأهلي وللأهلوية عبر الزمان فكرة إن مع كل انتصار بيتحقق أو بيحقق أو الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي دايما بنسمع جملة إيه 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 بالصفحة أنا شخصيا يعني تعبنا من قلب الصفحة بسكي من الموضوع ده بقى لي فاطرة طب ما تندونها بساحة طب بصوا يومين نفرح لا ما فيش كده في النادي الأهلي يعني إحنا فعلا النادي الأهلي وكل القائمين عليه ومناسبة كمان إلى حد كبير حتى جماهير النادي الاهلي اللي اكيد اتطبعت بنفس الطبع ده فكرة ان احنا مع كل انتصار بنقلب الصفحة ده يكاد يكون شعار ثابت للنادي الاهلي بنقلب الصفحة ومنستعد للجاي وده طبعا حال الفريق حاليا بعد ماتش القمة وبعد الفوز بثولاثية نظيفة على نادي الزمالك امبارح النادي الاهلي استقنف تدريباته بدون راحة والنهاردة ان شاء الله كمان هيستقنف تدريباته اكيد استعدادا لمواجهة فريق البنك الاهلي ضمن منافسات الجوزة الخمستاشر من الدوري الممتاز الماتش ده هيكون بكرا ان شاء الله الساعة سبعة مساء وخلونا نطمنكم كمان عن الاصابات اللي في الفريق الدكتور احمد ابو عبل طبيب الفريق الاول لكرة القدم وضع برنامج علاج طبيعي واستشفائي لمدة 48 ساعة ليه علي معلول للتخلص من الاجهاد العضلي على ان ينتظم بعدها في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي واكيد كتير مننا خد باله ان علي معلول برغم الايجادة التمة في اخر ماتش دي مع النادي الاهلي امام الزمالك لكن في حاجة كانت ملحوظة عليه واضح ان كان عنده اجهاد ما فعلا دل بصدد اصلاحه او علاجه في هذه الفترة كمان ياسر ابراهيم وصل تنفيذ برنامجه التأهيلي والتدريبي منفردا على اهامش المران الجماعي للفريق مبارح وطبعا ياسر تخلص من الاصابة العضلية اللي تعرض لها مؤخرا وان شاء الله حيشارك في التدريبات الجماعية للفريق تدريجيا عقب لقاء البنك الاهلي ان شاء الله جدا لأسف مش دي بس الاصابات اللي عندنا احنا كان عندنا اصابات تانية هنتكلم تحديدا كمان عن اصابة كريم فؤاد واللي هو سيفر مؤخرا ليه النمسا كان معا دكتور محمد وفاي اخصائي العلاج الطبيعي عشان يستعدوا بقى لاجراء الجراحة وهي جراحة ارخم واغلس والواحد بيبقى نفسه ما يسمعهاش عن اي لاعب طبعا تابع ليه فكرة هنا جراحة الرباط الصليب هي طبعا حاجة هيوج او حاجة كبيرة جدا ولكن للاسف ده الحال يعني الاصابة دي للاسف بتصيب العديد من يعني الرياضيين ولعيبة كرة القدم في العالم كله فبس ده بيكون اصعابهم يا كريم دي بتكون اصعابهم فللاسف الشديد بنتمنى الكريم فؤاد كل الشفاء وان العملية باذن الله كمان يعني تتم على خير ودكتور احمد ابو عبلا برضو كان بيكلم ان هو نصق وكان فيه تنصيق كامل مع الدكتور اللي حيجري مفروض جراحة الرباط الصليب لكريم وفيه اكيد برضو متابعة مستمرة علشان نبقى عارفين كل بقى التجهيزات الخاصة بالعملية والي اللي بيحصل والكوليس والحاجات اللي زي كده مهمة جدا نتطمن ونتابع حالة كل لاعب عندنا مصاب كمان لو هنتكلم عن السليا وبرونو سافيو طبعا احنا برضو عارفين الفترة اللي فاتت هم اتعرضوا لبعض الاصابات والاجهاد هم مفروض انتظموا خلاص في التدريبات الجماعية وده اعتقد خبر حلو النهاردة وكان دكتور احمد برضو قال ان السليا تعافى من الاصابة اللي اتعرض لها في عضلة السمانة وكبان تخلص سافيو من الالام اللي كانت عنده يعني في الركبة وخضعوا الفحص طبي اثبت جاهزيتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية اعتقد ده شيء مبشر شوية احنا احنا اكيد محتاجين كل الاسكواد بتاعنا يكون كامل في المباراة القادمة حتى لو ان كان ان احنا على فكرة ما بنلعب بنص فريق برضو بنكسب وبردو بنحقق اللي احنا عايزينه وبردو اداءنا ما بيبقاش نقصوا اي حاجة زي ما حضراتكم شفتوا في المباراة اللي فاتت يعني فلكن اكيد انت في الاول في الاخر محتاج الاسكواد بتاعك محتاج تتطمن على اللعيبة بتوعك محتاج ان كل الفريق بقى جاهز ما عندكش اصابات احنا نتمنى ده لكن للأسف كل موسم يا كريم بيبقى فيه اصابات مختلفة ودي حاجة تحزن بصراحة بس احنا بيحتاجين بقى المرات هنحتاج الفريق كاملا ومعافى تماما كمان لما بنتكلم على منافسات كأس العالم للاندي احنا نتكلم بقى على حدوتة تانية خارص ولازم الجاهزية تكون متحققة بنسبة مليون في المية في كل الفريق بالاحتياطي بالبودلاء بكل حاجة لان احنا بنتكلم بقى على مطشاط ذات كوالتي مختلفة حبتين وبالتالي بيبذل من خلالها مجهود يمكن مضاعف عن كتير من المطشاط اللي احنا بناخدها محلية تعالوا بقى نروح مع حضراتكم لموضوع مختلف حبتين وفد طلاب دبلوم الادارة والرياضة التابع لفيفا قام بجولة داخل مقر النادي الاهلي بالجزيرة للاطلاع على منشآت النادي الكلام ده بيحصل ضمن البرنامج الخاص بيهم باتمام الزيارات الميدانية لاهم المنشآت الرياضية وبطبعة الحال من اهمها على الاطلاق منشآت النادي الاهلي الرياضية تعالوا نشوف ايه اللي حصل من خلال هذا التقرير ونرجع نكمل الكلام اتفضل دي النسخة الخمستاشر من دبلومة الادارة الرياضية ان الفيفا بديه اهتمام كبير لاداريين فعمد برنامج ده بالاشتراك مع او بالشراكة مع جامعة نيشاتر في السويسرا وبتعمله في جامعات مختلفة في العالم عشان تخدم المنطقة يعني بتخدم ايه نحن نخدم شمال افريقيا لغاية وسط افريقيا وتم الواقع الاختيار على جامعة القاهرة وتم توقيع اتفاسة 2007 من وقتها بكل سبب نعمل نعمل نسخة جديدة من دولة الادارة الرياضية اللي هي بتستهدف الشريحة الشغالة في مجال الادارة من القادة ومن المساعدين اليوم أنا بدرس مادة الاتصال الرياضي في الشهادة الدولية للإدارة الرياضية اللي بتقدمه طبعا جامعة القاهرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي ركرة القدم الفيفا ومركز الدراسة الدولية الرياضية في CIS في سويسرا الحقيقة طبعا الشهادة دي بتتضمن مجموعة من المواد المتعددة اللي بتأهل كل المهتمين في مجال الرياضة إنهم بتساعدهم إنهم مش بس عندهم المهارات الفنية اللي بتبقى موجودة في الملعب وكده ولكن أيضا إنهم يقدروا يتقلدوا مناصب إدارية لأن الرياضة صناعة وبالتالي لازم يعرفوا المواد المتعددة زي الليدورشيب القيادة زي الفاينانس التمويل زي الماركتينج تسويق إدارة الأحداث الرياضية الإيفانت مانجمنت القانون والمواد المتعددة المختلفة إحنا البرنامج موجود في أكتر من 17 دولة في مصر موجود بقاله فوق 15 سنة السنة دي عندنا 12 جنسية مختلفة من ضمنها مثلا جنسيات العربية زي سعودي من تونس مغرب فيه من الجنسيات الأفريقية مثلا الكونغو كينيا الجنسيات الأوروبية زي مثلا فرنسا وبلجيكا من ضمن الهاي لايتس بتاعت البرنامج إن إحنا مثلا كسبنا السنة اللي فاتت في المسابقة الدولية فوق يعني جامعة الكاهرات تلعت الأولى بين 17 جامعة حوالين العالم وبنقدم البرنامج ست محتويات زي التسويق الرياضي للاتصالات الرياضية برنامج مهم جدا بالنسبة لكل المشاركين هما حوالي 120 شخصية رياضية عربية فيه رئيس رأساء أندية فيه مدراء مكاتب تنفيذية فيه يعني شخصيات في البرايفت بيزنس يعني شخصيات صراحة على مستوى الوطن العربي في الخليج وفي شمال أفريقيا أنا من ليبيا طبعا وعيش في إسبانيا فجيت خصيصا لهذا البرنامج طبعا لأنه مهم جدا سواء كشهادة أو حتى كمحتوى والله الحقيقة البرنامج فيه مميزات كتير جدا من الناحية العلمية طبعا وواحدة من المميزات اللي فيه أن فيه ناس من الشرق الأوسط وأفريقيا كتير معانا ناس من كينيا من الاتحاد الكيني معانا ناس من البلاد العربية كلها السعودية الإمارات فيه حد من قطر ومن مختلف بقى الباكجراونز يعني فيه ناس اللي بيشتغل في الرياضة في أندية وفي اتحادات فيه ناس تانية محبة للرياضة وعايزة تدرس في الرياضة والحقيقة كمان لسبيكرز اللي بيجبون كل يوم إحنا عندنا كل يوم حاجة أكاديمية والسبيكرز من المجال فيه حد جالنا مكاف من الفيفا من أندية من مصر وإن شاء الله نكمل البروجرم ونشوفيه ايه تاني البرنامج CIS by FIFA برنامج بيتيح فرص كتير قوي لناس من دول مختلفة كتير قوي أن احنا نتبادل خبرات كتير قوي في مجال الإدارة الرياضية وفيه ناس كتير من خارج المجال الرياضي بتبقى موجودة عشان تتعلم وتبدأ يبع عندها فرص أنها تدخل المجال الرياضي الإدارة الرياضية التسوير الرياضي فيه سوبجيكت ومواضيع كتير قوي موجودة بنتعلمها البرنامج الحمد للهroot العالمين يعني احنا توفغنا فيه وتوفغنا مع الدكاترة وتوفغنا معنا في جامعة القاهرة أنا بحب جامعة القاهرة طبعا طالب في الموجستير في جامعة القاهرة والبرنامج لو أتكلم منه الحد بكرة يعني أنا اكتسبت منه حاجة كثيرة اللهم لك أحمد وتكفاء معرفة الشباب والجروب اللي معانا وهي بحد ذاته أكبر شرف وكبر معرفة من غير الدكاترة ومن غير المحاضرات اللي احنا بناخذها بنستبيد منها فاللهم لك الحمد نروح لكرة اليد ومنتخب بمصر لكرة اليد زي ما كنا من تابعين مع حضراتكم بقالنا تقريبا أسبوع وشوية نهاردة عندنا مباراة قوية جدا يا كريم تحت لعب الدنمارك نهاردة الدنمارك والدنمارك زي ما حضراتكم عارفين يعني مقتسح هذه الرياضة وهو الفائز في النسخة الأخيرة اللي كانت مقامة في مصر هتكون المباراة ساعة تسعة ونص ده بتوقيت القاهرة لكن أكيد هتكون مباراة صعبة خلينا نقولها بهذا الشكل فيها تنافس شديد جدا فيها رغبة من الجانب المصري أن أنت تحقق حاجة يمكن تهاش في البطولة اللي كانت على أرضك 2021 وده منحقق جدا بس نتمنى أن ده يحصل على الأرض بشكل يعني ملحوظ نتمنى يكون فيه حتى وإن وإن أنا شروح أروح معاك الورست كيس سيناريو وإن لم نحقق الفوز ما يبقاش فيه جاب كبير حتى في النتائج أنا أتمنى ذلك لأن مصر لحد دلوقتي استطعت أن يتحقق يعني أكثر من فوز كان كمان على نظرها البحريني أو المنتخب البحريني اللي كانت نتيجتها 26-22 تحديدا ده كان في ثاني مباريات الدور الرئيسي ببطولة العالم عشان نضمن بعد كده التأهل لربع النهائي وأول مباريات بقى الدور الرئيسي اللي فاز على بلجيكا كمان بنتيجة 8-33-28 ده بخلاف كمان دور المجموعات لو هتكلم عنها الحق في العلامة الكاملة ده بنتكلم بالفوز على كرواتيا وكانت مجموعة صعبة والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية فكل التحية للمنتخبنا إن شاء الله وكمان المدير الفني الإسباني اللي معاهم جارسيا اللي أعتقد ما فيش حد غير أن هو بيشكر فيه بيشكر في أداءه وبيتكلم عن ذكاءه إلى حد كبير حتى هذه اللحظة اللي نحن نرجع نقول تاني منتخب مصر كورتلياد فقط بعض العناصر الأساسية اللي معاه واللي هم لهم باع كبير جدا في هذه الرياضة وقلنا الأسامي وقلنا التاريخ بتاعه وما غيره اللي كانوا متواجدين في آخر بطولة في النسختها عشرين واحد وعشرين لكن أنت المنتخب ده بتلعب بشباب بتلعب بيمكن تشكيل مختلف إلى حد كبير وأعمار سنية أقل من البطولة اللي فاتت لكن محققين يا كريم رغم كل ده على الأرض برضو حاجات أوباع كبير جدا فأنا متفألة وأتمنى بس المباراة تبقى يعني قوية وليه لأ أن احنا نقول نحنا ممكن نفوز على بطل العالم في كرة اليد ربما ده يحصل بصي بالنسبة لأن المباراة تكون قوية ما يكونش عندك زر تشك هتكون ماتش تقطيع بالمعنى الحركة لكلمة لأن الدنمارك الحقيقة من التقايل الدنمارك والسويد بصفة خاصة من تقايل كرة اليد على مستوى العالم بس احنا برضو خلي بالحضراتكم ما احنا كبان من قلش ما احنا كبان من التقايل وبنية دليل شرور الفترة اللي فاتت يعني بيؤكد أن احنا كمان منتخبنا في كرة اليد أصبح برضو من المنتخبات اللي تعمل لها ألف حساب يعني تأكدوا من المنتخب الدنماركي وهو يعني بصدد لقاءه النهاردة مع منتخب مصر نفس القدر من التربص والتحفز والحيطة إلى آخره اللي احنا برضو منتخبنا عمل شغل عالمي الحقيقة في كم سنة الآخر طيب تعالوا بقى نروح ليه موضوع منتخب السلاح اللي هو كمان بيتقلق ويواصل تحقيق الإنجازات بعد دهبية الفردي لمحمد السيد اللي طبعا كنا تكلمنا مع حضرتكم عنها قبل كده المنتخب المصري لسلاح سيف المبرزة ناشئين بيحقق دهبية كأس العالم تحت سن 20 سنة في طبعا بطولة كأس العالم المقامة في البحرين واللي انتهت فعالياتها بالأمس حصل منتخبنا الوطني على المركز الأول والميدالية الذهبية عقب الفوز على منتخب كازاخستان بنتيجة 45-34 ولو حنتتبع كده مسيرة منتخبنا حنلاقي ان هم اتأهلوا لدور ربع النهائي مباشرة بعد التغلب على المنتخب الأسترالي بنتيجة 45-30 وفي دور نصف النهائي نجح منتخبنا في الفوز على أس باكستان بنتيجة 45-27 برضو هي عاملين شغل ممتاز وبنتمنى لهم المزيد من النجاحات الفترة جاية ان شاء الله انا اتمنى مزيد من التقلق لكل الرياضيين في الاتحادات المختلفة او يعني في الرياضات المختلفة اللي بيمثلها الاتحادات المختلفة واي مشكلة اي لعب بيواجهها او اي ازمة حقيقية اي لعب بيطلع يتكلم بشأنها اتمنى ان الاتحاد بقى اول المدافعين واول الجهات اللي هي بتوذلذل العقبات وبتحل المشاكل دي يمكن احنا سمعنا مؤخرا مشكلة مصطفى عسل انا مش اخش في التفاصيل لكن احنا سمعنا كلنا عنها وكلنا عندنا استياء هو ايه اللي بيحصل لسه ما فيش تفاصيل اوي عشان كده انا مش حابة دلوقتي اتكلم لسه المرحلة السابقة خلينا نفهم القصة بشكل كامل لكن السوفر اللي احنا بنسمعه ما اعتقدش ان هو يعجبنا لما يبقى بطل زي مصطفى عسل موجود وبعدين في نفس الوقت تلاقي ان في بعض المشاكل اللي هو بيتحدث بشأنها ده عن لسانه هو لسه ما نعرفش الموضوع حقيقته ايه لكن دي حاجة تحزننا دلوقتي بعد كده هنتابع ونشوف لان لو في الموضوع ده حقيقي احنا محتاجين حل يعني دي نقطة هعدي عليها كده دلوقتي سريعا هنخش في التفاصيل بتاعتها لما يبقى عندنا صورة كاملة يا كريم انا مش عارف اوي خلفية الموضوع بس المبدأ ذات نفسه مش مريح فكرة انا منتكلم على المصدف رقم واحد على مستوى العالم يا حضران دي حاجة ما بتحصدش كل يوم بعد الظهر يعني والأي رياضي مفروض ان هو ما يتكلمش اصلا ان هو عنده اي مشكلة اي مشكلة لازم يتم حله والاتحاد الاول المسؤول جه الاولى المسؤول عنده طيب مع ان طلعنا اكيد على درجات الحرارة بنبقى حابين برضو نقول لحضراتكم معلومات اكتر يعني عن حالة التقس النهاردة والايام كمان اللي جاية ولو في شبورة لو في حاجات تمنع برضو صفر بعض الاشخاص ان في ناس كتيرة بتشتغل من محافظات مختلفة فبتضطر ان هي تسافر كمان في ساعات مبكرة وبيبقى فيه اوقات كتيرة جدا شبورة زايدة يعني ده اعتقد ان هي بتبقى خطر جدا بيبقى فيها خطورة ان حد يسافر في التوقيتات ده فخلينا نتطمن من دكتور منار هي معانا على التلفون دكتور منار غاني وعضو المكتب الاعلامي بالهيئة العامة للارصاد الجوية دكتور منار بونجور صباح الهانة على حضرتك وكالعادة محتاجين كده تخطية عن حالة التقس وكمان نطمن الناس تحديدا عن نقطة اللي كنت بتكلم فيها عن فكرة الشبورة المائية تفضل يا دكتور صباح الفل على حضرتك أستاذ أنا هوندو تذكرين كل السادة المشاهدين احنا بالفعل بنشهد ارتفاعات صفيفة في ضربات الحرارة منذ نهاية الاسبوع الماضي وده مكمل معانا خلال هذا الاسبوع ان شاء الله استمرار ارتفاع ضربات الحرارة خلال فترة النهار تحديدا تعتبر ضربات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مستهزة الوقت من العام بحوالي ثلاثة إلى أربع ضربات لأن احنا بيسيطر علينا مرتفع جوي موجود في طبقات الجو العليا المرتفع ده بيعمل على زيادة طراثة طوع أشعة الشمس على أغلب طراثة الموجودة في جمهورية مصادر الكتن الهوائية أغلبها قادمة من صحراء شبه الجيلة العربية أنا عايزة أقولك حاجة دكتور منار عفوا يعني هنا منع لقاطع كلامك بس يعني بما حاجة تتكلمي عن الارتفاع امبرح الناس كانت لابسة نص كوم يعني أنا بعد الهواء رحت أخدت كافي مع واحدة صاحبتي فالناس لابسة نص كوم حريك متخيلة أن احنا في شهر واحد ومفروض ده عز الشتة في العالم كله وإحنا لابسين نص كوم فعني تفضل يا دكتور بالفعل فيه ارتفاعات دربات الحرارة خاصة من فترة الظهيرة ووقت الظهيرة ده بيبقى فيه احساسنا برتفاع دربات الحرارة عن سبب زيادة فترات طوع أشعة الشمس لكن احنا نأكد أن فترات الميل أول ما أشعة الشمس تتغيب نبدأ نحس بالبرودة وانخفاض ضربات الحرارة والأجواء الشتوية لأن فترات الميل المتأخر والصباح الباكر الصغرى فترة الميل بتوصل لعشرة واحداشر درجة مقوية على الخاهرة الكبرى ففيه فرق حوالي عشرة لإثناشر درجة مقوية من فترة النهار وفترة الليل تغيير موعية الملابس في الوقت ده ممكن يصبنا بنزلات البرد أو دائما نحن نبقى مضيق بأننا نحن فترة الليل لازم نحافظ على تدائل طيب دكتور منار هنا بنتكلم عن الارتفاع ده هيبقى لمدة كام يوم جاي يعني احنا شفناه أو شاهدناه مبارح عندنا النهار ده عندنا كمان بكرة ولا قد إيه لحد نهاية الأسبوع إن شاء الله أصلا استفاع ضربات الحرارة والأزمة على الخاهرة الكبرى ما بين الواحد واثنين 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 درجة مقوية فترة النهار والانخفاض فترات الليل هيكمل برضه معنا فاحنا ناخد بالنا من فترة النهار وفترة الليل ما خلينا عارفين إن شفات الليل انخفاض في الحرارة عشان بس نتجنب نزلات البرد كمان الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة معنا خلال الأيام القادمة شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المتطحات المائية الشبورة المائية دي ممكن تبقى كثيفة أحيانا خاصة في الطرق القريبة من المتطحات المائية فمهم كده أن ناخد بالنا من كثافة الشبورة المائية بتختلف طبعا من يوم ليوم ومعاد تكون الشبورة المائية بيكون في ساعة الليلة المتأخر تقريبا الساعة 3-4 الفجر نستمر معنا حتى ستوى عشاعة الشمس فاحنا مهم بفترة الصباح الباكر تكون القيادة بيقدام نتابع كافة تعليمات المرور مشغل كشفات الشبورة الموجودة في السيارات كمان نتابع النشرة الجوية عشان نعرف كل يوم تتابع الشبورة المائية موجودة فين على أنه طريق مؤدي لأنه ممتقة ناخد بنا من الشبورة المائية خلال قتل في الصباح الباكر لأنه ما بيقول في الظاهرة الجوية المؤثرة معنا نحن 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 نشاء الله رائع جدا تخطي أكثر من رائعك على عادة دكتور منار من حضرتك شكرا لك جدا احنا بالشكل ده دراجتين ارتفاع كمان ونروح نصيح في الساحل طبنا نروحنا ننزل في سيل بقى لشيء صعب جدا ولا أعزين حاجة أحزنتني مبارح أنا حسيت بحزن بكلمك بجد الأمل الوحيد اللي فاضل لك شهر فبراير شهر فبراير أنا مش متفاعلة وبرك الله في مرزة لو الله عايزين تحس الشتة بيقعد ثلاثة أسابيع أو شهر حاجة زي كده بس فعلا غريبة جدا حضرتكم متخيلين بجد احنا عمرنا ما كنا كده يمكن السنوات الأخيرة فيه تذبذب فيه درجات الحرارة والطقس وغيره لكن انت شهر واحد يا كريم وده اللي هو عز الشتة عز فصل الشتة بتلاقي ناس لابسة نصكم لا كان مبارح غير عادي يعني حاجة والنهاردة بتتكلم من نهاية الأسبوع يعني فعلا تغيير تغيير المناخ عامة أو تغييرات المناخ ملف في غاية الأهمية ملف لازم يتم إيجاد ليه حل لأن احنا لو استمرنا كده اعتقد الوضع صعب طبعا احنا ما نقدرش نتكلم كمعلومات لأن احنا لسنا خبراء لكن الكلام كده والدراسات هي اللي كده فده ملف مهم جدا طبعا وعلى فكرة كل الناس اللي كانت مش مختنعة قوي بالكلام ده ويعني ايه تغيير المناخ وفي حاجة يعني لا ابتدت تلمس طبعا مع المؤتمرات وغيره المؤتمر الأخير اللي كان في مصر مقام المؤتمرات ما بتحوقش مع فئة معينة من الناس ما بتقنعهمش وما بيختنعوا امتى بقى لما يلاقوا ان الصيف جهنم حمراء وان الشتاء بقى قارس البرودة في الفترة اللي حتنزل فيها درجات الحرق يعني مش ده المعتاد لا في الصيف ولا في الشتاء فمسألة تغيير المناخ لها مليون كم سنة حتى اللي فتوا على كل احوال احنا كلامنا بحضراتكم اكيد لم ينتهي بعد هناك المزيد والمزيد من الاخبار والتغطيات ولكن خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام عودة لعشرة صحف الاهلي اهلا بيكم مرة تانية اثناء الفاصل الاخير ده كنت بفر كده في الفيز بوك لقيت زمين العزيز مخرجنا الجميل محمد داكروري منزل صورة وكاتب على البوست بتاعها صباحكم خير ورد يا جمهور المستبد بعد قليل العشرة صحف الاهلي بيعمل تنويه لحلقتنا النهر مسألة نهرنا رد على جمهور المستبد حتوق معانا الزهر مطولة معانا الشوية الجايين لانها اصبحت قول مقطور الحقيقة طيب تعالوا بقا نروح نشوف ايه اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وفرق المختلفة وفروع المختلفة من خلال زميرتنا العزيزة مريم سميح مريم موجودة حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيرة يا صباح الخيرات يا مريم اتفضلي صبح عليك يا كريم وصبح عليك يا نهواند وصبح على كل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيرة طبعا هيكون معانا فيها كل الاخبار المتعلقة بقى الفريق الاول لقرة القدم وايضا الفرق الرياضية المختلفة وايضا طبعا نشاطات اللجان طبعا يمكن ما كانش ليه الفرصة ان انا بارك لكم طبعا وبارك لنفسي وكل جماهير النادي الاهلي لان ما كنتش موجودة معاكم بارح فهستغل طبعا يعني وجودي معاكم النهاردة وبرك لكم طبعا على فوز النادي الاهلي المستحق على نادي الزمالك في الجولة الهربعتاشر طبعا وبنتمنى لهم ان هم طبعا بمزيد ومزيد من الانتصارات خلال الفترة المقبلة وكمان ان هم يحققوا نتائج كويسة في كأس العالم للاندية يعني خلينا طبعا نبدأ باخبار الفريق الاول لقرة القدم اللي بدون راح طبعا قرر مستر مارسل كولر مدير الفني السويسري للنادي الاهلي انه هو يستقنف التدريبات والنهاردة ان شاء الله هيكون التمرين او التجمع فيه تمام الساعة الثالثة عصرا والمران هيبدأ فيه تمام الساعة الرابعة مساءا طبعا على ملعب مختار التتش بعد طبعا مكان المران مبارح فيه تمام الساعة الثانية عشر ظهرا طبعا ومبارح يمكن كان فيه تفاصيل كثيرة في المران اهمها طبعا كل اللي شاركه بشكل اساسي فيه مباراة الزمالك يعني كان بنسبة له المران عبارة عن ريكوفري او يعني تدريبات شفائية وفي الجيم وطبعا يعني بقيت اللاعبين اللي هم لم يشاركوا كان يعني فيه طبعا تدريبات بدنية متنوعة وطبعا كان فيه ليهم كمان تقسيمة قوية فيه ختام المران والحيان هو كمان النهاردة يعني هيستقنف المران وهيكون او كل اللي شاركه سواء شاركه او ما شاركوش فيه طبعا مباراة نادي الزمالك هيكونوا متوجدين النهاردة فيه طبعا التقسيمة الاساسية فيه المران وهيكون فيه محاضرة طبعا لمستر كولر قبل طبعا يعني بدء المران وطبعا كلهم هيشاركوا فيه التدريبات البدنية المتنوعة طبعا اللي هتكون موجودة في المران عايزين نقول طبعا ده كله استعدادا لملاقات طبعا البنك الاهلي طبعا المباراة هتقام غدا الثلاثاء فيه تمام الساعة السبعة مساء على استاد القاهرة وطبعا ده فيه يعني ضمن الجولة الخمستاشر من بطولة الدوري ويمكن دي هتكون المباراة يعني نهائية فيه مشوار الدوري وهيتوقف مؤقتا وكمان بقى بعد كده هيستعد النيزي الاهلي لمشواره فيه كأس العالم للأندية واللي هيبدأ فيه واحد فبراير وهيستمر حتى يوم 11 فبراير المقبل فعايزين نقول ان يمكن مباراة البنك الاهلي هي يعني المباراة اللي هيودع بيها النيزي الاهلي مشوار الدوري مؤقتا فقط وهيعود بعد كده عقب انتهاء طبعا يعني بطولة كأس العالم للأندية واللي هيقابل فيها واول مباراة لها النيزي الاهلي هيكون طبعا امام اوكلند سيتي خلينا بقى ننتقل كل طبعا الفرق الرياضية المختلفة ونبدأ طبعا يعني باقي الماسترز او رجال طايرة الاهلي اللي اكيد طبعا هقفوز مهم جدا مبارح على نادي الاتحاد السكنداري بنتيجة 3 اشواط مقابل لاشئ طبعا يعني شوفنا من الماسترز اداء بطولي واداء طبعا كبير جدا في المباراة واللي اقيمت مبارح طبعا على احدى صلاة استاد القاهرة ده طبعا بيأتي ضمن الجولة الثالثة او في اطار الجولة الثالثة من المرحلة القبل النهائية من بطولة الدوري والحقيقة يعني ان المباراة اللي جاية هتكون بعد غد الاربعاء طبعا في الجولة المقبلة وهيكون النيزي الاهلي هيواجه فيها طبعا نادي سموحة طبعا بقى ننتقل دلوقتي لرجال سلة الاهلي الحقيقة يعني بيحققوا طبعا نتيج كبيرة جدا خلال الفترة الماضية في بطولة الدوري او تحديدا يعني في الدور الترتيبي من الاول للتامن من عمر بطولة الدوري والحقيقة ان هم قدروا يحققوا يعني الفوز بالعلامة الكاملة في السبع مطشات او السبع جولات طبعا خلال يعني مرحلة الذهاب وهتبتدي بقى مرحلة الاياب وهيكون النهاردة اول مطش في مرحلة الاياب في طبعا يعني الدور الترتيبي او الدور التمهيدي من بطولة الدوري والحقيقة يعني زي ما احنا عارفين ان كان فيه فوز يعني كبير جدا ومهم جدا على الاتحاد سكندري في اخر مباريات طبعا رجال سلة الاهلي كانت بتقام يوم الجمعة الماضي طبعا كسبوا بي نتيجة 77-72 وكانت الحقيقة مباراة يعني طبعا زي ما احنا عارفين دربي في كرة القدم ما بين الاهلي وزي مالك الدربي في السلة طبعا او تحديدا السلة الرجال بيكون ما بين الاهلي والاتحاد قدروا ان هما يحققوا طبعا مباراة كبيرة جدا والحقيقة ان هما النهاردة اول مباراة ليهم فيه طبعا يعني دور الاياب طبعا فيه كل المطشاط اللي هتكون موجودة هيتلاعب برضو اربع مطشاط طلاق الجيش المصرية صلاة مصر للتأمين ثم هيتوقف طبعا يعني هذا الدور وبعد كده هيستأنف بعد شهر ده طبعا نظرا للبطولة الافريقية يمكن هتوقف تحديدا من يوم 2 فبراير او من 3 فبراير عفوا وهيستأنف يوم 6 من شهر مارس المقبل طبعا النهاردة بتقام المباراة على صالة نادي طلاقع الجيش في تمام الساعة السادسة مساء طبعا رجال سالة الاهلي متمنى لهم كل التوفيق في أولى مباريات طبعا دور الاياب طبعا بقى يعني ننتقل لسيدات اليد اللي عندهم مباراة هامة جدا غدا الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساء ده طبعا ضمن بطولة منطقة القهرة وهيواجه سيدات يد الاهلي طبعا البنك الاهلي بتنمالهم كل التوفيق يعني في جولتهم في هذه البطولة بطولة منطقة القهرة نختتم بقى أخبارنا النهاردة بأنشطة اللجان ويمكن لجنة الشباب بالنازي الاهلي طبعا بالتعاون مع اللجنة العليا اللجان وتحت إشراف الإدارة التنفيذية طبعا بالنازي الاهلي أعلنت طبعا عن مسابقة أو يعني بطولة عائلة النيازي الاهلي لالبادل تينس طبعا الحقيقة أن هذه البطولة هتقام أو هتبدأ يوم الجمعة المقبل بفرع النيازي الاهلي بمديد نصر وطبعا كل اللي موجود أو كل يعني أعضاء النيازي الاهلي اللي حابب يشارك أكيد يعني هتوجه للجنة الشباب وطبعا لجنة العليا اللجان عشان يكون أو مشاركين في طبعا يعني هذه البطولة عائلة الاهلي لالبادل تينس وطبعا يعني حاب أنوه تاني أن هي هتقام يوم الجمعة المقبل في فرع النادي الأهلي بمدية ناصر طبعا دي كانت كل الأخبار اللي كانت معنا النهاردة المتعلقة طبعا بالنادي الأهلي والفرق الرياضية المختلفة وأيضا أنشط اللجان بشكركم جدا العودة لكم مرة أخطى فضل فضل فعلا أنا دخلت لك أتبعك في المكان فيه نشكرك يا مريم جزيلا شكرا على الهديد تغطية المتميزة كالعادة لحظات كده عارفة لو الواحد إيه بينسلت فيه عطل عارفة عطل فاني أول ده العظيم مؤقت بس الحمد لله بحب يرجع بصور عسيبة كنتي طيب أنا أقولك على حاجة بس بتونت البادل دي الآن أدخل عشان يعني مش هدي فرصة للناس والله والله الصالح أقولك على حاجة والله عظيم حشارك بقى تخيل أنا بقالي سنتين التلوتي فعلا بس التانس قريب من البادل جدا فأنا كنت بالعب تانس وأنا كنت يعني من الناس بلتلعب تانس كويس منو أنا عندي سبع سنين فوالله بفكر فعلا أنا مش بهزر أنا بفكر أشارك ما تشارك يا كريم لطيف لا أنا أنت عارف أنا في ألعاب القوة أنا معكي في ألعاب القوة على حاجة طيب بس خدت بقى لك الباكراوند مريم يعني جو دلوقتي بارد يعطمر إلى حد ما بارد فعلا هنشوف على بقية اليوم بس هو واضح أن دايحة يقرر زي مبارح فعلا مبارح كانت تقريبا على حدود الساعة واحدة الضهر حاجة زي كده كان جو حر جدا جدا يعني كد يكون إحساسنا أن احنا في الصيف نروح للدورة الإنجليزية لأن الدورة الإنجليزية دائما تقال مولعة بجد اللي بيتفرج ومتابع الدورة الإنجليزية كورة قوية جدا لاعب حلوة قوي كل حاجة أنت عايز تلاقيها في كورة القدم أعتقد أن هي محققة في الدورة الإنجليزية مبارح هاتريك هالند غير عادي هالند مش ممكن يا جماعة طبعا فريق منشستر سيتي فاز مبارح على ووف هامتن 3-0 وكان هاتريك أكثر من رائع ده في الجولة الـ 21 من الدورة الإنجليزية يعني بجد منشستر سيتي أعتقد أنه لازم يدين بالفضل في الفوز لهالند هذا اللاعب المتقلق الواعد أعتقد هيكون حاجة مقررة من فكرة ميسي ورونالدو وده مش كلام ده كده الخطوات اللي هو ماشي بيها لحد هذه اللحظة ربما كمان أفضل من بدايات لو هنتكلم رونالدو يعني الحق يقال لو أنت جيت قارنت بدايات وبدايات وأرقام وأرقام وفعلا فيه تحطيم لرقم قياسي كمان أعتقد الخبر ده هيكون معنا تتكلم في الدقيقة تحديدا 40 و50 وكانت من راكلة جزاء في الدقيقة 55 طيب بلغة الأرقام كده منشستر سيتي رفع يعني رصيده ل35 نقطة تحديدا بيجي في المركز التاني ورصيد ووفهامتن هنا 17 نقطة توقف في المركز السابع طيب انبارح كمان كان تعادل وكان فيه تعادل لبعض المطشاط الأخرى على كل حال فيه مطشاط قوية جدا الفترة اللي جاية طبعا هيبقى فيه توقف كمان للدوري الإنجليزي الفترة اللي جاية فترة صغيرة جدا وهيعود مرة تانية لكن فيه مطشاط زي ما بتاعه هنتابع محضراتكم كل التفاصيل بتاعتها على مدار يعني الحال أو على مدار كمان الأسابيع القادمة هو المركز السبعتاشر زي ما نقول السبعتاشر صح ما أنا بقول برضو والحقيقة لما منيجي نتكلم على هالند احنا مش منتكلم على بني آدم طبيعي بأي من بأي حال من الأحوال احنا منتكلم على لعب استثنائي بكل ما تحمله الكلمة من معنى تعالوا نركز كده في الهاتريك الأخير اللي هو حققه ونشوف كده بلغة الأرقام إيه وضعه الهاتريك ده يعني هو رقم 16 اللي بيسجله هالند في مسيرته الاحترافية كمان أحرز هالند أربعة هاتريك في البريمير ليج معادلا بذلك رقم النجمة المصري محمد صلاح وأكيد متفوقا بذلك على الأسطورة الكرتوغالي كريسيانو رونالدو احنا تاني أرجع أقولك ده مش بني آدم عادي ده فاضله شوية ويطير في الملعب وحياكل اللعيبة المنافسة مش طبيعي وبعين فكرت أنه بيسجل من أي وضعية وبأي جزء من جسمه مش طبيعي يعني هم نتكلم على لعب فعلا قلمة يجود الزمان بمثله فيه ناس كتير بتشوف أنه على صعيد المهارات يمكن يبقى أقل من غيره كتير لكن على صعيد التهديف احنا بنتكلم على ظاهرة احنا بنتكلم على قطر بالمعنى الحرفي كمان سجل هالند الهاتريك الرابع ده في الفرمير ريك بعد 19 مباراة فقط محطما بذلك الرقم السابق ليه لعب آخر كان من هولندا لو أنا مش غلطان كان أصده هولندي وسجل نفس الرقم ده في حاجة وستين مباراة احنا بنتكلم على هالند عادل نفس الرقم وعلي عليه بعد 19 مباراة فقط لو فضل بنفس المعدد لا احنا بنتكلم على ظاهرة كولية مطيفة يا نحو فيه بقى كمان من الماتشات اللي كانت مهمة مبارح جدا انا تبعت جزء منها حتى كان أرسنل ومانشستر ينايتد ثلاثة اهداف مقابل هدفين ماتش كان مولع جدا طبعا المباراة قيمت على ملعب الامارات ده في الجلول 22 من الدوري الانجليزي المنتاز لكن مباراة رائع بجد قرة قدم مش ممكن ولا اروع بجد زي ما بتقال هدف الفوز جيه كمان في اللحظات كانت الاخيرة جدا فالماتش كان لغاية اللحظات الاخيرة او الدقائق الاخيرة يعني انت قاد متوتر سواء انت بقى تشاجع من شاستيو ينايتد او أرسنل يعني على كل حال طبعا أرسنل متفوق الموسم ده بشكل غير عادي يعني بشكل او غير اعتيادي زي ما بتقال يعني لأ عندك المال الاجوال تحديدة اللي هنا برضو عشان ما اطلخبطش جيه في الديئة السبعتاشر والديئة التسعة وخمسين والثلاث اجوال جم لصالح أرسنل في ديئة 24 و53 و90 برضو انت بتتكلم في حاجات قريبة من بعد يعني هنا منشاستيو ينايتد في ديئة 59 هنا عندك في أرسنل 53 فانت فاهم جول في ما عندك لكل 3 ا4 دقايق فطبعا حاجة قوية جدا لو هنتكلم برضو بلغة الارقام أرسنل كده وصل للنقطة للنقطة الخمسين في صدارة جدول الترتيب ده بفارق خمس نقاط عن منشاستر سيتي لو صاحب يعني المركز التاني تاني احنا رجع نقول دوري أكثر من رائع الدوري الأول يمكن في العالم كله ومتعة حقيقة لما تتابع كريم ويبقى دايما فيه مفاجآت بس مفاجآت كانت أكتر بين التاني والثالث لأن اعتقد الموسم ده أرسنل متقلق بشكل كبير جدا الفارق فيه النقاط كمان بينة وملحوظة بشكل كبير انا اعتقد أرسنل ملوش منافس هذا الموسم وديكت مفاجأة برضو بيبعد عنقرب منافسية حقيقة مع كل مباراة وبعدين غير صارة بالنسبة لنا كمصريين وكعرب بشكل عام الوضع العام اللي فيه ليفر بول يعني احنا بقلنا كذا سنة واربعد شايفين تقلق هستيري لمحمد صلاح وشايفين تفوق برضو ملحوظ جدا ليه ليفر بول لكن الموسم ده الأوضاع مش دايما كل الناس حبل حياتهم تعالوا بقى نروح للدوري الأسباني لأنه كمان الدوري الأسباني هو كمان مشتعل إلى حد كبير يمكن أقل حدة نسبيا من الدوري الإنجليزي دوري الإنجليزي هو اللي فعلا لافت لكل الأنظار والناس كلها بتتابع يعني كل المباريات الموجودة في الدوري الإنجليزي تعالوا بقى نروح للدوري الأسباني وتحديدا لفريق برشلونة اللي فاز على فريق ختافي بهدف بدون رد ضمن منافسات الجولة رقم 18 من مسابقة الدوري الإسباني وبكده بيتصدر طبعا برشلونة الإسباني جدول ترتيب الدوري حتى هذه اللحظة برصيد 44 نقطة وبكده بيكون غريمه التقليدي والكلاسيكي ريال مدريد الوصيف برصيد 41 نقطة فيما يحتال لفريق ختافي المركز 16 برصيد 17 نقطة بص بقى المباراة بتاعت نروحنا شوية للسعودية وبنتكلم هنا عن فريق الناصر السعودي تحديدا هو فاز بهدف كان نظيف مبارح يعني لكن ده طبعا ضمن منافسات الجولة الخمستاشر من دوري السعودي يعني ولكن برضو كان الناس كلها بتقولك هو كريستيان وحينزل بقى يكسر الدنيا يعني كان فيه سيطارة من اللعبي للنصر على الشوط الأول تمكن المهاجم كمان البرازيلي بتاعهم من تسجيل للهدف وهدف كان حلو آي بصراحة وده كان تحديدا في الديا 31 أو 30 حسب برضو معلوماتي في الشوط التاني كمان حاولوا اللعيبة يعني ان هما طبعا اتكلم هنا بقى على الخسم الآخر ان هما يسجلوا هدف وهدف التعادل لكن ما قدروش عندك برضو حارس النصر حارس تقيل جدا الكريم متقلق بشكل كبير جدا وقدر ان هو يتصدى لكل المحاولات يعني لكن امبارح اللي الناس كانت بتتحدث او حديث الساعة عن المباراة دي تحديدا مش الفوز ابدا للنصر ولا حتى الحارس او غيره متكلم عن ان رونالدو شارك وما حرص اي هدف حتى ما كانش مساعد يعني هو حتى ما حاولش ان هو او مساعد في أسست او حاجة زي كده حتى صنعت اي هدف مشاركش فيها يعني لكن على كل حال خيانة نتكلم برضو بلغة تاني الارقام النصر كده يكون رفع رصيده للنقطة 33 في صدار الترتيب الدوري السعودي برضو فارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز التاني فايه بقى الدنيا برضو سخنة في الدوري السعودي وبقينا بقينا اخر كم سنة وبالذات السنة دي يعني لا فيه في تطور ملحوظ بس برضو يا كريم ماشي بس انا كنت من الناس اللي متوقع مشاركة رونالدو في اول مبارياته مع النصر اللي هيولع الدنيا لا هيولع الدنيا لان ده ده المنطق ده المنطق فدي شوية كان عليه علامة استفهام او حنشوف برضو ما نقدرش نحكم من الاول احنا دايما بنتكلم ان اي لعب ينتقل حتى شوفنا ميسي لما انتقل من بارسلونا راح بي اس جي ما كانش ده ميسي ابدا يمكن قاعد يلعب 11 ماتشاط ما كناش حاسين بوجوده اصلا وهكذا لكن برضو ده كريستيانو رونالدو ومحترامي شديد بس الدوري السعودي برضو فيه اختلاف الى حد كبير اعتقد ان خبرة ميسي في السنوات اللي فاتت دي كلها تدي يعني خلينا نقول الرغبة تدي القوة ان هو يقدر ان هو يخش في اول مباريات ويسجل هدف على الاقل صح او لا غلط من ناس كثير جدا كانت شايفة ان كريستيانو رونالدو فعلا هيبقاله بصمة من اول من اول مشاركة لي حتى هو لما رو اول ما راح ووصل السعودية قالك انا مستعد ان انا شارك كان وقتها هو عنده فتر التوقف وغيره كانت مباراة لسه فاضله 3 ايام كانت تقريبا يوم 25 وكان لسه فاضله كم يوم فقالك انا ممكن من دلوقتي شارك فهو من ناحية جاهزيته هو شايف ان هو كان جاهز جدا فنيا عصعيد التاني اول مشارك والمباراة لي الناس كلها كان والعالم كله مرتقب العالم كله بمعنى العالم كله على فكرة فما شاركش حتى بصناعة هدف شوية غريبة بس برضو مش هنقدر نحكم من الاول انت لازم تنتظر لازم تشوف لازم الحكم يبقى جاية عن برضو ايه زي ما بتقال كده تطقيق شوية وصبر فحيبان بس انا من الناس اللي هتصدم مش هزعل لو كريستيانو لم يؤدي مع النصر السعودي او في الدوري السعودي ونازم يؤدي حتى عشان الصفقة الخيالية والملايين وعلشان تاريخه سيبك بقى من الفلوس سيبك من الصفقة سيبك من كل حاجة كريم تاريخ كريستيانو رونالدو لا يمكن ان هو ينتهي بهذا الشكل يعني كمان ان هو ينتقل لدوري مختلف تماما ويروح ليه الدوري السعودي وفريق كبير زي فريق النصر وما يقديش وتبقاش هي دي الختام بتاعه اللي هو مفروض يبقى بقدر يعني تاريخه انا اشوف ان ده هيبقى مشكلة كبيرة جدا واشوف ان دي هتبقى كارثة حقيقية وساعتها الناس اللي هي قالت لك هذه الصفقة مش صفقة جيدة للجانب اللي هو جانب اللاعب يعني اعتقد ان هما ساعتها حيطلعوا وحيشمتوا الى حد كبير انا اتواقع ده للناس كتير جدا ضد الخطوة اللي كريستيانو قام بيها قالك لأ كان مفروض ان هو يعتزل وكان مفروض ان هو يتجه مثلا للتدريب كان حيبقى افضل ليه على كل حال الاراء دي كلمنا فيها كتير لكن يا كريم برضو انا من الناس الحزعل جدا على كريستيانو لو ما عملش اي فارق مع الدوري السعودي المتوقع والمنتظر منه كتير وخصوصا مع الاستقبال الاسطوري اللي استقبلوه فيه الحقيقة في المملكة العربية السعودية وبالمناسبة لكم يوم اللي فاتوا او حتى كم اسبوع اللي فاتوا مع كل فيديو بينزل على وسائل التواصل الاجتماعي حتى لتدريبات كريستيانو نونالدو مع بقية الزملاء والتتشاط الحالوة اللي فيها طبعا حرفان عالية بيبقى فيه جمهور عريض حضر التدريبات استحسان وقهات واعجابات وحاجات عايزين نشوف لها بقى انعكاس عم الكريستيانو الفترة الجاية معها هي دي النقطة حاجة غريبة جدا بصراحة طيب خلونا كمان نتعرف بقى على مجموعة من التمرينات احنا يمكن الكم حال اللي فاتوا ما كانش عندنا مساحة وقت طويلة قوي كده بس النهارده ان شاء الله فيه مساحة لكده نتعرف على مجموعة جديدة من التمرينات الرياضية السهلة البسيطة لأي واحد فينا يقدر يمارسها بمنتهى الاريحية في بيته او في مكتبه ناهيكم طبعا عن الجيم فحنشوف الكلام ده ونتعرف على فيه التمرينات من خلال كابتل محمود فوكس مدير جيم الرجال في النادي الاهلي بالجزيرة حنشوف التقرير ونطلع فاصل ونرجع بقى شنستقبل حضراتكم في اولى فقراتنا الحوارية خليكم معنا صباح الخير يا كريم صباح خير يا اهوان صباح الخير لجمهير النادي الاهلي العظام صباح الخير لجميع عضوات النادي الاهلي بكل فروحها ربنا يمتعكم بالصحة والسلام يا رب طبعا النهارده انا في سبيشيال كده سيشن مع كيز بتاعنا طبعا معنا النهارده فاكرة صغيرة جدا مع لاعبين النادي الاهلي اطفال لسا بجينر النهارده حبيني نتكلم عن الفيتنس بتاعهم وإزاي نعمل فتنس بتاحهم نصوحنا في الجيم أو في البيت تعالوا معنا النهاردة مع بعض شوف إيه اللي ممكن نشتغلوا النهاردة مع الأطفال بطوعنا لعبين بسكت طبعاً نادي الأهلي لسا ناشئين تعالوا مع بعض نشوف إيه هي ممكن التمرين السويدي أو الإحماق العام اللي ممكن نعمله حتى قبل التمرين بتاعنا صواء بسكت أو جنباز أو صباحة التمرين دي بتزود معدل الحق في أجسام أولادنا بتزود اللياقة البدنية معدل اللياقة البدنية وفي نفس الوقت بتزود اللياقة البدنية الخاصة بتاعت اللعبة اللي هو بلعبها اللاعب بتاعي سواء بسكت أو هندبول أو فوليبول أو صباحة أو جنباز أي أن كان ما يقر فتعالوا نهاردة ممكن نشوف إيه هي التمرين إذا ممكن نلعبها نبدأ مع بعضها طبعاً مع أولادنا الصغارين أول التمرين لازم نعمله مع بعض اللي هو ستيبس طبعاً هنشتغل كده على مرشة رجلي نبدأ واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أوكي ثاني تمرين ممكن من غير طبعاً ما نوقف خالص نعمل جنبج جاز خفيف على مرشة رجلي ده طبعاً بيحسن الجهاز الدوري التنفسي بتاعي وبالتالي لما أشتغل عليه يبقى اللاعب بتاعي في الملعب نفسه طويل الفتنس بتاعه كويس على رضو مشدودة وبالتالي بيخدم عندي اللاعب من اللاعب يكون اللقب لانية بتاعته ويؤدي في الملعب بأحسن صورة ده طبعاً ثاني تمرين جنبج جاز ثالث تمرين زي الماونت كلامبر بس احنا واقفين بعمل رفراسة ايدي لقدام ورجل تسبق رجل طبعاً ده برضو بيشتغل عضلات الرجل والتمرين من فوق بيشتغل عضلات كيت فوت برع طبعاً بطني مشدودة رداً وانا بشتغل اي تمرين عشان يحسن اعداء بتاعي ثالث تمرين ممكن اعمله سينداً سكوات نعاية سوردر برس شولدر برس شولدر برس شولدر برس شولدر برس بعد كده أنزل على الستيب معي يلا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر بعد كده أعمل بوردس رباعي أنزل تحت الرجلية تاني أضم رجلي واعمل جومب على مشتر رجلي اتنين تلاتة اربعة لازم جدا أي تمرينة جماعة يبقى المسافة بين رجلي نفس المسافة بين كتلي عشان يبقى فيه بالانسة هنا شغال التمرين تمانية تسعة عشرة تالت تمرين ممكن أعمله معايا هنزل هقف على رجبتي بمستوى كدفي وانزل بإدية بكاف إيدي كله على الستيب نظر الأسفل على الأرض وانزل هلم السدري للستيب واطلع تادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة طبعا كل اللي أنا شغاله ده بيبقى سايكل ترينيج اللي احنا ما نقفش فيه مناخدش أي وقت رواحة اللي في آخر للسايكل آخر يعملها في السايكل بعمل جوم بجلال اتنين واحد اتنين بعمل جوم بجلال اتنين واعمل ارتقاء بجلال اتنين برضو تلاتة اربعة ده بيعلى الجوم بتاع اللاعب خمسة ها شد نفسنا يا جامعة شد نفسنا قدام الملع ستة سبعة اعلى الجوم بتاعي تمانية بعد كده اعمل مارش اهدي نفس بتاعي شوية بعد كده اعمل استريتشيات للجسم كله وبكده انا كده اقدمت اللاعب اوه اعدلت اللاعب انه هو ينزل الملعب ياخد تنين بتاعته ايه ان كانت اللاعب ايه يقدر يتشتغل بطريقة افضل وباللوكة بدانية احسن انه هده كنا مع بعض فتنس اطفال كان خفيف عليكم يا رب دايما انتو كنت اتفادت منه وان شاء الله في حلقة جديدة ان شاء الله مع كده فوكس نادي الاه مع السلام عودة العشرة صحب الاهلي اهلا بكم مرة تانية في اولى فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة الحقيقة يعني عندنا كلام كتير هنتكلم فيه عن اللي فات وعن اللي جاي الاهلي طبعا بكرة عنده مباراة مهمة جدا مع البنك الاهلي في الدولي قبل خلاص بقى يعني كلها ساعات وان شاء الله الفريق حيسافر عشان يشارك في كأس العالم للاندية عايزين كمان نتكلم عن شكل المباراة حيكون عامل ازاي وطبعا الحديث لن يخلع عن مباراة الزمالك لان برضو مليانة تفاصيل تستحق التأمل والتناولها بالنقد والتحليل ملفات كتيرة هنفتحها مع ضيوفنا لما ننورنا فيه أولى فقراتنا الحوارية الأستاذ سامي عبدالفتاح النقد الرياضي وكمان الأستاذ رامي رجب النقد الرياضي يا صباح الخيرات عليكم وانا بيكم في عشر صبح في الأهل اهلا الكريم وانا نعود ننورنا الله بجدد قمات كبيرة وتمعين حضراتكم اكيد دايما ونبدأ بقى ايه انا دايما قبل ما نخش في الجديد نحب ان احنا نتكلم عن اخر حاجة طبعا المباراة القمة والتقلق اللي الاهلي كان فيه بصراحة بغض النظر عن الشوت الاول كان شوية ما فيهوش اي احداث وكان الناس شوية بتادت كده يعني ما تدفقلش اوقات تقولك هو فيه ايه لكن انت نزلت الشوت التاني وعملت فورك كبير جدا فاخد وجهة نظر حضراتكم كمان الفنية في اللقاء ده وبعدين نخش بقى على البنك الاهلي بقى نخش على طبعا كاسر عالم للاندين نبدأ بحضرتك رساش سامي ان شاء الله بس ارأي مباراة الزملك دي كلمة صدر الفاتح مقرط على بابا واستعدت دورة ان شاء الله بازن الله اللي جايب باله السنتين وده حق الأهل حق يعني الصيل وتاريخ صح فالحصل في مبرزة زمالك ونتذكر الأهل فاز على زمالك في كاس الصبر المصر فخلال ثلاث شهور الأهل فاز على زمالك مرتين فده مؤشر جميل جدا بكياده الكلر صحيح اللي عمل طفرة في الفري بالمواجهة التنظر النقدية طفرة إيجابية جدا أكبر من الطفرة اللي حصلت أو اتحققت في أوائل الفترة اللي كان معنا فيها بيتسو موسماني كمدير فاني لأنه برضو كان وقتها كان فيه إنجازات كتير نقدر نقارن بين الاثنين؟ طبعا بيتسو موسماني لما جيه في الأول كان عنده حماسة كبيرة ده وجه التنظر الحماسة دي هديت مع الوقت كتير في الآخر يعني رحيله لدورة سعودية كان في صالح الأهل صحيح جيه سوارش فترة صعبة جدا فلكن الأهلة قدرة الأهلة صححة المنك في كله ومع القلق والصفقات الحلوة الجميلة الجميلة والتغيير فكر العميل ده مهم جدا فاكيد الأهلة يفوزها نسمي لك مراتين في صالح شهور ده مؤشر أعلي جدا لإجابات حالة الأهلة ومفتاح قبل المنديال الأندية عشان عشان أنا عشان اكتفوا ده خمس برات منهم ثلاث برات اليابان في في مع منوغ يوزي فكنت بشوف قد ده حمسة اللعيبة إنهم ياخذوا تأشيرة عالمية طبع طبع مهم جدا مهم جدا صحيح فإنه بطل مصر بطل أفريقيا لازم يبقى لهم كانها أعلمية إيجابية جدا وعلي وعايز أقول لحضرتك أستاذ سامي كمان مش بس الأهلوية بصراحة هم اللي بيشجعوا دلوقتي الأهل طالما بيمثل مصر أنا أعرف ناس كتير كتير وفئات وبشوف على السوشال ميديا بصراحة في ناس كتير محترمة بتشجع الأهل لأنه بيمثل مصر وديه الروح اللي احنا نفسينا أصلا تعوم يعني بغض النزع عن الانتماءات المختلفة دي الأصل أنت حاجة مهمة جدا في الثلاث ورات اللي روحتي فيها اليبان مع الأهل الجمهور لليبان كان منباهر بالأهل نحن وصلنا لليابان منباهر فعلا صحيح ومشجعوا جدا وكان يعني في ظهره يعني الأهل ليه كيان في كل حسة دلوقتي ودي نقطق صحيح أنت صراحة وما نشوف الصبر الصبر المصري اللي كان في الأماراض ودي العائلات مش ممكن مش مهتمين في القرى قوي بس حبين الأهل حلو جدا حبين الأهل وحبين يروح يشوفوه متوج وفوز عز مالك اثنين وبعدين هنا ثلاثة المعشرة كلها إيجابية الحمد لله صفر فعلا سوز رامي رأيك بردو كده قبل ما نخش بقى في الجديد وفنيا بتشوف إزاي بردو الأهل استطاع أنه هو يفوز بهذه الجدارة خلينا نقول يعني قلب الدنيا الشوط التاني تمامة وقعت كلها في نفس الوقت لو حملنا مقارنة ما بين سريعة ما بين فنيات كولر وفنيات فرارة خلينا نقول النادي الأهل اتعامل مع المباراة بشكل أفضل من النادي ونادي الزمالك نادي كبير وطبعا حصل على بطول الدوري آخر موسمين وبالتالي كانت الأمور صعبة جدا على سواء المدير الفني النادي الأهل أو المدير الفني النادي الزمالك ولكن النتائج الطيبة التي حققها النادي الآله في الفترة الأخيرة بمقارنة بنادي الزمالك من بداية السنة دي ما حققش أي فوز تعادلات ما بين تعادلات وخسائر فبالتالي كانت الأمور صعبة جدا على نادي الزمالك أعتقد كولر تعمل على المجارة ذاك المجارة بشكل جدي عارف النقاط القوة والضعف داخل نادي الزمالك استطاع طبعا إقاف اتنين من أهم اللعيبة سواء زيزو أو إمام عشورو أنا بيعتبرهم من أفضل اللعيبة الموجودة وهما مفتاح نادي الزمالك خلال الفترة اللي فاتت دي لعيبة النادي الآلي نزلة من بداية حتى الشرط الأولين حتى لو ما كانش فيه هجمات بالنسبة النادي الآلي خطر على مارمونات زمالك ولكن عندهم حافز كبير جدا أن هم يوصلوا المسيرة أو الإنجازات اللي حقاها كولر كولر قاد النادي الآلي من شهر 9 السنة اللي فاتت لما يلقى النادي الآلي خسارة وحيدة يمكن اتعادل في 4 أو 5 مبارات وباقي المبارات كلها حقا ما ماكسب ما بين دوري أبطال أفريقيا ما بين كاس صوبر ما بين كاس مصر قديم ما بين كاس مصر النسخة الحالية ما بين مبارات في الدورة وفي دي كلها مؤشرات بتأكد أنه كولر أنا قلتها قبل كده كولر أول ما جاء النادي الآلي لا الرجل بيان عليه كويس من أول مبارات له مؤشرات كده بيان المدرب ده كبير ولا لا ولا لا وده اللي كان حصل مع سوارش الناس كتير اختلفت على سوارش أنه ما كانش له بصمات كان النادي الآلي بيمر بأزمة فنية كان فيه تراجع في المستوى في بعض المراكز ولكن سوارش ما كانش له البصمة اللي تديك أمل أنه ممكن يحقق حاجة مع النادي الآلي خلال فترة اللي جاء ولكن النادي الآلي تعمل مع المدرب بشكل جدي حتى تغييرات كولر كانت أفضل بشكل كبير جدا من فريرا فريرا عمل تغيير بعض المراكز بادع طارد كمان المثلوثي أنا من الناس اللي مفهمتش ليه حمزة المثلوثي ويمكن بعد خروج المثلوثي الهداف اللي أحرزت في نادي الزمالك بسبب خروج المثلوث وبالتالي النادي الآلي كان أفضل في هذه المباراة لو بصنا للمباراة الآلي والزمالك زمالك لم يسدد إلا كرة وحيدة على مر محمد شنوي من خلال تصويل وكانت خصاد هي قد قوية بسرعة لكن تعال معها محمد شنوي بشكل أكثر طبعا الكلام كله يعني الناس كلها حاسة بالانتشاء بعد ماتش الزمالك بصفة خاصة لكن لو رجعنا بالزمن شوية كمان لقابلها الماتشاط اللي قابلها زي مثلا ماتش بيرامدز يعني هل شايف أستاذ سامي إن جودة الأداء كان فيها استدامة على مدارك كام ماتش اللي فاتوا ولا هي بس عشان كانت متجلية قوي بشكل واضح قوي لا فيق ماتش ماتش مرتفعة من يعني من بداية المؤسب حصل ضربات كلام مؤسب شوية بس الفرح رجع صح صح جامد صح احنا وحكم بتكلم حتى فيه لعطات من ماتش الاهلي وبرامدز زواج اه ماتش بيرامدز بالذات كان محطة مهمة جدا لأنه جاء بعد سلسلة من قروض المهتز شوية والتعادلات اللي ملاش معنا فأنا شايف بيرامدز ماتش بيرامدز ايجابي جدا وفتعة اللي تصدق للماتش الاهلي الاهلي والزماني فبالتالي أنا شايف ان اللي ده في تصاعد وحماس اللعيبة نفسها ايجابية جدا يعني لو راجع نفسينا شوية الموسم اللي فات لقي عندنا تكتير كده نعلق القرى ايجابي مش بنادقة ايجابي فيش ضغط صح صح ضغط ده النقطة مهمة جدا طبعا هو اللي بيشكل الخطورة وبالتالي بيتسبب في تهديد بالثبت طبعا وبيستعلك وطلاط يعني ده في ماتش كان مميز جدا وكان فيه رابعة عالية جدا للفوز ودي وصلت المحطة الزمالك فأنا شايف خطوات رائعة حتى الآن نقدر نقول فعلا طيب لو رحنا بقى أستاذ سامي وأستاذ رامي معاكم لكاس العالم للأندية لأن ده لازم يبقى فيه كلام كتير جدا بس احنا لو حنقول احنا داخلين بالثقة بعد 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 الزمالك فنقول الثقة مش هقول فنيات دلوقتي بقول الثقة عمتا يعني انت عندك روح معنوية بمعنى أصح مرتفعة جدا وما بين الإدارة الفنية واللعيبة وغيره فالثقة الحمد لله احنا معانا وانحنا خلاص فيه مطش البنك الأهلي هنتكلم طبعا عنه يمكن دي هتكون المحطة الأخيرة قبل بقى لما نروح كاس العالم للأندية لكن سوفار زي ما بتقال كان حتى هذه اللحظة هل احنا على استعداد أكثر من جيد مقارنة بالموسم اللي قبل كده لما أنا كنت رايح والبطولة اللي قبل كنت رايح كاس العالم للأندية أنا عايز أقارن ده بوضعينا الحالي بالتالي بالتأكيد خلينا نقول من أبرز مكاسب نادي آل في مرات الزمالك اللي انت تفوز على فريق قوي منافس هو المنافس المنافس الأول بالنسبة لك في مصر فبالتالي ده هتدي قصقة كبيرة جدا 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 خلينا نقول برضو من أبرز مكاسب نادي آل نفوستكام بثلاثة عندك 9 أو 11 لعب مش موجود صحيح يعني خلينا نقول المكاسب كتير متعددة في هذه المباراة أولا كولر يعني واصل إنجازاتهم عن نادر آل يلا ما يخسر أي مباراة خلينا نقول خالد عفتاح ومروان عطية يمكن أول مباراة قمة بالنسبة لهم كان مهم جدا 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 أنهم يخذوا الثقة يعني خذوا الثقة في هذه المباراة بشكل كبير جدا خلينا نقول المباراة القمة دي ممكن من خلالها يعني يتولد نجم كبير وممكن من خلالها ممكن لعاب يبطل كورة صح وكان يعني مهم جدا أن لعابة الأهلي الخبرات مهم جدا اللعابة الجديدة في الناد الأهلي محتاج لعابة الخبرات عشان يضلوا الثقة الثقة في المكاسب ويعني واحدة من أهم المكاسب اللي كلنا ساعدنا بيها جدا الحقيقة فكرة عودت وتقلق كهرباء مطشين على التواني عاليسا كنت من دون بعد بدا زي ما رفل واحده وعايزين برضو نقف عنده شوية ونشوف يعني رؤيتك انت شخصيا نفس السامي لفكرة عودة كهرباء ومشاركته الفاعلة وتهديف وتسجيل وتقلقه شفت كهرباء في ملعب إزاي بعد طول غياب كهرباء راجع بعد اشتياق طويل قوي امتظرت جعان كورة طبعا جعان كورة جعان تهديف فالتركيز عنده كان عالي جدا وعشان رزبت نفسه ونقف في مكانها صحيح والأهل دفع عنه لازم يرضونه جميل وذي نقطة مهمة جدا فأنا شايف ان كارهابة مكسب الأهل في هذا التوقيت قبل المنديال مهمة جدا الفرق اللي نفسه معاك في المنديال بتقرأ انت عامل ايه قبل متابلة اوكلان تسيت هي انه زولاندي يعني الاهل الاول هاي جميلوا اثر الترات اربع ماتشاط على الاقل اللي هما كان فيهم تقلق زي كولر برضو هكلي متابع نازم يقرأ الفرق جايله دي ايه عشان يعمل له ثانية يعني اعنص كتيره في البرقة فبالتالي انا شايف ان الناس اللي لازم يكون حريزي جدا قدام الاهله والاهله لان المبراءة دي مبراءة أمور الأكوار اللي تتعلية في البطولة فأنا شك كهرباء مكسب مهمة جدا هذا توقيت من موسم دولي وافريقي وعلى طبعا كفت كهرباء من اللعبة المهمة جدا أفقد مباراة سموحها كانت نقطة تحول بنسبة كهرباء كهرباء جعلان كرة زمان تقولت يا سكريم بقاله فترة طويلة جدا طبعا تحركاته يعني تشعر ان كهرباء في الموبراطين دولت ان هو بلعب بقاله فترة طويلة المشاركات الرسمية مهمة جدا لأي لعب البعض عن الملعب ببعض عن مشاركات الرسمية ده بتأثر بشكل سلبي جدا جدا على أداء أي لعب طبيعي ولكن كهرباء يستطيع يتعامل مع الموبراطين بشكل جد جدا مركز قوي جعان كرة عاوز يعمل حاجة لنادي الأهل عاوز يعمل حاجة لنفسه أكيد حلمه برضو ان هو نضم فكان عنده رغبة كبيرة جدا حاجة ويقول فعلا أنا موجود رغم غيابي فترة طويلة خلينا نقول من أبرز المكاسب المباراة محمد شريف محمد شريف يمكن هذه المباراة قعدت الساقة له بشكل كبير جدا المهاجم أهداف طول ما انت غايب عنك التوفيق في الأهداف فبالتالي الأمور بتبقى صعبة عليك الجمهور بيحملك كتير جدا مع أحراز هدفين أعتقد محمد شريف هترجع له الساقة وثقة مهمة جدا قبل بطولة مهمة جدا جدا كاسل عليك خلينا نقول الأهلي خرج من هذه المباراة من مكاسب عديد خاصة كمان نقول من أبرز مكاسبها اللي انت بتقابل منافس قوي اللي هو بينفس معك على بطولة الدول فالفوس في هذه المباراة ويعتبر اللي نادي قليل بستة نقاط مش بتلاتة بس اللي انت بتخلي الفريق أو الغريم التقليدي بالنسبة لك عند النقطة اللي هو موجود فيها قبل المباراة وانت تزدت تلات نقطة فبتفرق عنه معنويا سليسا الأهم يعني لا فيه مكاسب كتيرة جدا جدا وهذا ما قلت لك كده خليد عفتاح لسه لعب واعتمد عليه وعجبني جدا كولر كولر قدر رغم الغيابات المؤثرة داخل النادق الأهلي وخاصة في قلب الدفاع ولكن احنا محسناش ان فيه ولا شعرنا بأي غياب صراحة صحيح يعني عمر الصلية أو الناس اللي مش موجودة في المركز الأساسي بتاع قلب الدفاع وتلعب بخليد عفتاح وتعمل تغييراتها كلها تبقى مؤثرة لأقدم مكاسب عديدة لنادي الأهلي وكان الأهلي محتاج لهذا الفوز بشكل كبير جدا وبقى النادي الأهلي كمان دلوقتي هو أكثر الفرق احرز للأهداف وأقل الفرق هزل للشباك يعني دلوقتي انت عندك مكاسب عديدة أتمنى النادي الأهلي بقى يستغلاف كاس العالم للأندية وهي دي بقى النقطة دي النقطة دي مهمة جدا عم بقى أخش على كاس العالم بس قبل ما أخش على كاس العالم للأندية أبتدي مفروض كده أحسب يعني النقاط القوى اللي عندي والضعف نقاط القوى إحنا يمكن ذكرناها دلوقتي كلها الاستعدادات الجاية ده روح مع نوية المرتفعة فكرتين التناغم ما بين اللعيبة الثقة اللي عادت مرة تانية وحاجت كتير جدا على سعيد التاني لو حتكلم مع حضراتكو تقولونا إيه النقاط الضعف اللي مفروض نشتغل عليها من دلوقتي اللي البعض ذكر منها مثلا الفنال أو اللي هي الفرص الضائعة أو إن أنا بلعب حلوة قوي وتمريراتي رائعة وتقول أسست جميل واجي في آخر نقطة ما بحققش الهدف دي كانت مشكلة الأهلي بيعاني منها فترة ويمكن عاني منها الموسم اللي فات بشكل كبير نخش على كاس العالم للأندية اللي هو لفل تاني بقى خالص من الكورة واللي أكيد فيه يعني صعوبة أشد وتركيز مفروض دي بقى متطلب أكتر هل إحنا النقطة دي داخلين بكم في المية نقدر نقول متخطينها عن مثلا المرة اللي فاتت أو البطولة الأخيرة لا بنسبة كبيرة بنسبة 70% أو 80% النادي الآلي أفضل من الموسم السابقة لنادي الآلي فالنادي الآلي عنده رغبة كبيرة جدا أعتقد يمكن كان نقاط الضعف في نادي الآلي فترة اللي فاتت قطرت إضاعة الفرص يمكن المهاجمين حتى نادي الآلي لو بصنا الفترة اللي فاتت دي ما فيش هزر الشباك حتى كلها رألف أكتر من مؤتمر صحف اللي عنده مشكلة في ناحة الهو فبالتالي محمد الشريف عودته دي هتبقى مهمة جدا النادي الآلي واعتقد مع تقلق قهربة ده يدي هيخلق منافسة ما بين المهاجمين يعني خلينا حتى يعني وفي حاجة عجبتني ما قهربة وخارج كده وقال لمحمد الشريف وقال أنت هجيب جون وده بيأكد أن اللعبة بتحب بعضها وده مهم جدا أن المدير الفني يقدر يسيطر على غرفة الملابس بتاعت اللعبة أن يقدر يسيطر على اللعبة يقدر يحببهم حتى لما بشاركوش بشكل أساسي شايفين محمد شريف ما كانش بشارك بشكل أساسي نزل وجاب جونين وفي وقت صعب جدا لا وخلي بالك كمان يا سيد ربي يعني الجونين اللي جابهم يعني بعد فترة طويلة من كلاما لأن هوالدك بتتكلم فيه فكرة أن احنا بنشتكي بقالنا فترة ويمكن كانت كانت شكوى شبه سابتة معانا الموسم اللي فات بالذات فعلا زي ما كنت بتقولي أنت بتلعبي كويس وبتمراري وبتعملي أسستات وبتوصلي لكن في الآخر اللمسة الأخيرة ما بتخلكيش تسجلي هدف الهدفين اللي جابهم محمد شريف ومن اللمسة واحدة ترجعنا بقى تاني للمعتاد من لعيبة النادي الأهلي ومن خط الهجوم بصفة خاصة وكمان يا أستاذ كريما ما يبقى عندك مهاجم بيحرز الهدف ده بيخلق منافسة ما بين كل المهاجمين يعني بعيد وكهرباء موجوده هيدي قوة كبيرة جدا للنقطة ضد ضعف اللي كانت بيعاني منها الفترة النادي الأهلي الفترة الأخيرة يمكن برضو خلينا نقول الظاهري الآن ما كان عندك مشكلة برضو أكرم توفيق وكريم فؤاد ولكن قدر النادي الأهلي برضو نيتعامل في المعطيات اللي من نسباله نقدر يعيش اللعيبة كلها أعتقد معظم لعيبة نادي الأهلي أو كل لعيبة نادي الأهلي اللي شاركوا في مباراة القمة ويستحقوا فعلا اللي شهادة كلهم كانوا عند حصن ظن كولر كلهم قدوا مستوى الرائع واعتقد كمان كان مهم جدا جدا الشناوي يمكن النقطة القوة كانت بالنادي الزمالك في عرضياته يعني دايما يعني العرضيات معظم أهداف نادي الزمالك الفترة الأخيرة دي من العرضيات وعندهم حسام عبد بيجيد بيتقالك بيبقى محمد عبغاني عندهم مجموعة عندهم مميزة أو في أحراز الأهداف بالهضر في القرات العالية الشناوي والخط الدفاع قدر يتعاملوا في هذه المباراة مع القرات العرضية الخطرة أو اللي بتمثل خضورة النادي الزمالك الكاس العامل الأندية يعني ما فوش ما يستحمدش خطأ واحد انت بتلعب يعني زي لا خالص انت بتلعب الفرق فائئة عاوزة تحقق حاجة انت ترهق طويل وصلت للكاس العامل الأندية سبع مرات أحرصت بورنزية في كاس العالم ثلاث مرات فانت عندك لعبة عندها خبرات كبيرة جدا سواء في المنتخب أو مع النادي الأهلي اعتقد هيبقى لهم بصمة كبيرة جدا ولكن مباراة البنك الأهلي مهمة جدا جدا بعد نشوة الفوزة على الزمالك لازم لازم النادي الأهلي يكون مركز في مباراة البنك الأهلي هتبقى مهمة بالنسبة لك هنتكلم في مباراة البنك الأهلي بس بما أننا لسه دراتي في كاس العالم للأندية وأستاذ سامي تحكي لنا أنك شاركت كتير مع النادي الأهلي في بطولاته المختلفة في كاس العالم للأندية خليه أعرف من حضرتك كمان كواليس البطولات القديمة والمختلفة وإيه اللي بيحصل وجهزياتنا هذه السنة أو هذا الموسم يعني برضو من وقع الخبرة بتاعت حضرتك اللي فاتت أنا أتذكر وقعها معينة مع منا والجزيه بعد المشاركة الأولى خرجنا من دور الأول فهو جاء مع الصحفيين وعادة كبير جداً موجودين قال لهم أنا المسؤول عن الخروج المبكرة ده لأن ما دتهمش الشحنة المعنوية الكافية ودكرين مجال علامي فلازم يكونوا مستعدين بشكل كبير ودهو فعلاً المدير الفني هو أعترف أنه ما دهمش الشحنة دي وبالتالي الأهل في الجولة التانية فاز بالبرونزية فلما لما ما نجزيه يعيش يكون صادق مع نفسه إلى هذا الحد فلازم اللعيبة يكون كمان عندها دافع أنها تساعد في الفرقة وده اللي أنا بقول له حالة الفرقة الأهل الآن على عرضه الواقع إيجابية جداً بس المستوى في مونديل عندها مش سهل مش سهلة خالص فرص فرص اللي بدية كثير جداً عرام عرام لازم يكون في تركيز أعلى ومسؤولية عند كل لعب يعني مش عايزة أقوله أمثلة عشان ما زعلش الناس ومسؤولية عنده كل لعب أنه هو قدام مليئين من الجماير سعيدها أو حسنها فلازم اللعب يتعامل مع اللامسة الأخيرة يكون تركيزه عليه طيب السؤالي بردو حديدك أستاذ سامي تعالقرن لنا دلوقتي وضع النادي الأهلي مع المشاركة هذا العام بمشاركات قبل كده أنا بتكلم في الظروف الخاصة بالنتائج بتاعته واستعدادات اللعيبة وكإدارة فنية ومش هتكلم عن قصة التشجيع لأن الجماهير دي الحاجة الوحيدة اللي ست دايما في ظهرك دايما موجودين دايما بيسندوك فده مفروغ منه بس النقاط اللي أنا ذكرتها مقارنة بأي سنة حضرتك كنت مع النادي الأهلي وشفت البطولة وحضرتها وضعيتنا وجهزيتنا هذا العام أفضل أتفق معاك أن الجماهير موجودة دايما بزبط عدت أنه مش بصريين فيه على شكل أهلي كثير في كل مكان بزبط فعني الظروف يعني أنا شايفها مختلفة من عدة تواحي المواهب الكروية التي كانت موجودة بالأهلي أقل من السابق المواهب أقل من السابق أقل من السابق يعني المواهبة هذا العام أقل من المواهب التي شاركت قبل كده دي نقطة مهمة جدا دي رائع آه دي بقى تمام فبالتالي إنما التكتيك أعلى وفهم الميداني في الملعب أعلى فده بيختلف اختلف كل يعني أنا مش قرى لعبة جمعية وبالتالي يعني المهم جدا إن أنا أدور القرى مضبوط عشان أوصل لمرمى القسم في نفس الوقت حماية المرماية أكيد فده الحزة دي أعلى بكثير في الوقت العالي على السابق كانت في السابق باركات ووالجمعة أسماء يعني جامدة ووالجمعة فإن هذه أهلي بكثير بكثير سابقة كانت مختلفة شوية إن أكثر حملي ووالجمعة كان موجود يعني ماهرات خلص آه آه أتفق أستاذ رامي مع الرؤية دي الأستاذ سامي أتفق المساعدة وكمان لازم برضو ناخد في الحزبان أكيد لكل مقام المقال وكل مباراة بيبقى لها حساب تبقى لنوع المنافس وإحنا طبعاً لما نجي نتكلم على كاس العالم للأبدية فهنا نتكلم على نوعية مختلفة تماماً من المنافسين تعتقد وده برضو سؤال إضافي هل تعتقد أن حنشوف نفس الأداء ونفس طريقة اللعب ونفس التشكيل اللي احنا شفناها في النادي الأهلي آخر ماتشين ثلاثة وإلا الوضع هيختلف تبقى باختلاف المنافس هو طبعاً بالنسبة للتشكيلة الأساسية بترجع للكولر كولر أكيد بذكر أكلاند سيتي دلوقتي طبعاً خلينا نقول ما بفكرش هيلعب مين بعد كده وقابل مين في الدور قبل النهائي بناخدها خطوة خطوة هو المدير الفني جميع بيركز في أي حاجة اللي مباراة مباراة بيشوف نقاط القبوة والضعف ومين اللي يقدر اللعيبة ولكن هو عنده تشكيلة أساسية دلوقتي يعني بعد فوز النادي الأهلي على زمان والنتائجة طبعاً الفترة الأخيرة هو بيحاول بيعني شفنا تغييرات كتير كولر قاعد فترة كتيرة في الدور يمكن تلاقي 3-4 لعيبة فيه تغييرات في اللعيبة في التشكيلة الأساسية الآن واحد لعيب ما بيلعبش بشكل أساسي يلعب المباراة اللي بعدها أساسي وهو كان بياخد فكرة عامة عن كل اللعبية محتاج لعيبة فعلاً في إطار برضو التجهيز والاستعداد التجهيز والاستعداد لحاجات كثيرة لمباراة الدوري أو مباراة كاس مصر أنت لازم أي فريق كبير يا أساسي كريم لازم تدكة البودلاء بالنسبة لي وتبقى زي الفريق الأساسي خاصة المباراة زي دي في مباراة الآيل والزمالك دي أنت خسرت مثلاً مجموعة من اللعبين سواء ياسر إبراهيم محمد عبد المنعم مجموعة مهمة مجموعة مهمة جداً وكنت بتعتمد عليهم بشكل أساسي لو ما عندكش دكة بودلة قوية ما تقدرش تفوز على فريق كبير زي نات الزمالك ولو فوزت متحققش يتفوز عارض النتيجة الكبيرة دي طبعاً أكيد أنت بتقابل فريق كبير نات الزمالك سواء كان حتى متراجع فانياً الفترة الأخيرة ولكن يبقى نات الزمالك واحد من الأهم الفرق الموجودة في مصر فبالتالي هو في الآخر هيعتمد على قوام أساسي بالنسبة له ربما هيحصل بعض التغيرات في مركز أو مركزين حسب متطلبات المباراة ولكن خلينا نقولها اتفقنا ما فيش خلافة على محمد الشيناو في حرص المرمى ما فيش خلافة على قلب الدفاع في حالة رجوع محمد المتولي في روم ربيعة في مجموعة كوائزة معلول في ناحية الشمال أفشة قهرابة لا عندك مجموعة هتعتمد بمحسين الشحات عندك مجموعة عمرو السلية بقى حمد فتح وليو ديانج اللي بيقدمه استوىات أكثر من رائع حمد فتح كمان عمل شغل حلو قوي لا يعني اعتقد مفتاح الفوز في هذه المباراة حمد فتح وليو ديانج يعني يقدموا مستوى أكثر من رائع في هذه المباراة فبالتالي انت عندك مجموعة أساسية هتعتمد عليها فيه تغيير بقى في مركز فيه تغيير في مركزين أكيد كلها حسب متطلبات المباراة والمباراة هتبقى صعبة يعني زي كاس العالم بتروح حلمنا كده اللي احنا كمنتخب نشارك في كاس العالم أقوى المنتخبات بتقابلها ما فيش الغلطة فرزا بيقول فبالتالي من أول دقيقة مش محتاجة أي غلطة محتاجة اللي انت وهي بتيجي خط وخطوة لو ربنا كرمك وفوزت على الأكل نسيت أعتقد نهادي القاهي ما بيفوز في أول مباراة بيبقى طريقه سهل المعنوية بتاع اللعبة بترتفع انت حصلت على ثلاث مديليات برنزية أمنياتنا بقى يعني توصل للنهاية وتحقق أحد المركزين من بوء أكلمات بالسامة إن شاء الله والنادي الأهلي كبير وعنده خبرات كبيرة وعندك لعبة كبيرة عندها خبرات نروح للبنك الأهلي البنك الأهلي لو بصينا برضو في الآخر كان مباراة ليه وكان مع الاتحاد وكان مع الدخلية يوم 11 تقريبا و19 وعنده بكرة مع النادي الأهلي ومباراة أعتقد هتبقى مهمة جدا طيب لو أنا جيت برضو حللت أداء البنك الأهلي في الفترات أو المطشات الأخيرة أو المطشين اللي أنا ذكرتهم دول بتشوفوا الأداء مثلا لو حنقول كم من عشرة مع البنك الأهلي استعداداتهم كمان فنياتهم غد النظر إن هم حينزلوا أصاد النادي الأهلي مختلفين أداء حنلاقيهم مضاعف وحاجات زي كده وإصرار وغيره لكن سوفر زي ما بتاله وترتيبه تقريبا من 15 دلوقتي متراجع بشكل كبير كان ليه مواسم قبل كده أفضل بس لو هنبتدي نحلل شوية أداء البنك الأهلي حتى هذه اللحظة في الدوري نحلله إزاي؟ البنك الأهلي متراجع في مستوى هذا الموسم بشكل مرحوظ جدا غير كابتن خالد جلاب بدأ الموسم معاه رغم أن النادي البنك الأهلي أبرم مجموعة من الاستفاقات المهمة جدا جدا وعنده مجموعة مهمة جدا جدا عنده ناصر مانسي عنده مجموعة لعيبة من أهم اللعابة الموجودة ولكن فيه سود توفيق حالة في البنك الأهلي في الفترة الأخيرة عنده لعيبة مهمة ولكن النتائج متراجعة بشكل كبير جدا تغيير مداري أكتر من مدير فني خلال خالد جلال وبعد كده كابتن حلم طولان وبعد كده مدير فني كان مداري بالمساعد فبالتالي الأمور صعبة جدا جدا على البنك الأهلي ولكن لو قلنا على عناصر البنك الأهلي عناصر مهمة جدا 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 ودي تديك حافظ قوي أن البنك الأهلي الفترة الأخيرة متراجعة مع نشوة النادي الأهلي المباراة مش تبقى سهلة على النادي الأهلي خالص يعني خلالنا نقول أن النادي الأهلي متفوق في الفترة الأخيرة مع كلر ولكن البنك الأهلي هينزل المباراة دي ويعنده حافظ كبير جدا أن يحقق أو يخطف نقطة من النادي الأهلي ويحقق الفوز فبالتالي المباراة تكون صعبة جدا جدا وخاصة كمان المدير الفاني الكوف اللي يقدر ينسي الفرقة خلاص مباراة الزمالك ناشو تلفز مباراة الزمالك لو انت ملعيبة أو مدرب ما تقدرش تخرج لعيبتك بقى خلاص الصفحة دي وتقفلت كده كده لعيبة النادي الآلي الخبرات بالذات انهم خلاص صفحة وتقفلت وابدأ اركز مهم جدا جدا للنادي الآلي ان يحقق نتيجة ايجابية في هذه المباراة قبل كاس العالم هتفرق معه جدا الفكرة بتاعت وانا هنا مش بتكلم على النادي الآلي يمكن استشهد بس بالانتصارات المتتالية والاداء الرائع اللي شوفنا في اكتر من ماتش وورا بعض لكن انا هنا يعني نطلع برا لنادي الآلي انا بكلمك على الفكرة العامة او المبدأ ساعات كتير او سيسامي بيبقى فيه مثلا فريق عمل ماتش حلو وبعد منه ماتش حلو وبعد منه ماتش احلى مع منافسين اقوية يجي في الماتش الرابع او في الماتش الخامس مع منافس اقل نسبيا في المستوى مش عايز اقول اقل كتير كمان لكن متفهمش بتلاقي عكوسات حصلت بيحصل ليه كلامي دي مسؤولية اللي عامينا في الدرجة الاولى اهان اهان مهم جداً بعد التمييز اللي حصل اللي فات مع فنة الاهلي ان انا اكون عندي نفس التمييز ماشي جاية هو البان سهل بس هو بسهل لانه انت عندك طوط بطولة العلم اللي عنديها في زين اللاعبين حتى لو هم شلوها المدرب قال لي مركوبش تدعو بس هم في زين اللاعبين فالبان كلالي موقف صعب هيقفل لك الملعب ودور على العكسية والمرتدة فيعني الفرص المتاحة في هذا المطش حسب التصودي بس لازم استغلال استغلال ايجابي جداً وبعيد عن الفن الزيادة والستعراض الزيادة والتكيف عالي على فكرة احنا انا قاعدة بردانة جداً انا انا فتناومياً مأساتنا فالكوحة دي هتلاقيه جاتلك من دينا ما عادي يعني احنا قسمين والله بس فعلاً على كل حال يعني الوقت خلص بس لو حضرتك عندك ملحوظة اخيرة طبعاً تفضل بس مهمة جداً العيبة احس المسؤولينا في المدار صح صح مهمة جداً المسؤولية اي شيء صح اه انا اطلب المدرب نفسه عشان قاعدة جدا اركاب الطائرة على المقرب بساطة بلازم يكون يعني مصادم ايجابي جداً ان شاء الله ان شاء الله كلنا نستمتع بكرة بماتش قوي ونشوف من خلاله اداء حلو ونتيجة حلوة كمان ترضي كل الاهلوية بكل مكان احنا بنشكر حضراتكم على وجودكم وعنا نورتونا شكراً جزيلاً نورتنا استاذ سامي ربنا يدي حضيرك تسحة بجد بتنورنا كل مرة استاذ رامي كالعادة متقلق شكراً لنا نورتونا وشوفكم ان شاء الله في تحليل اخر ونبارك لبعض دايماً نتفاقل بستاذ سامي كمان بيكون معنا تاني مرة في ماتش او تاني يوم يعني بنفوز الحمد لله حتى هذه اللحظة يعني نشكر حضراتكم هنروح فاصل ونرجع نستكمل فقراتنا مع حضراتكم مرحب بيكم في تاني فقرة النهاردة واللي احنا نتكلم فيها عن منتخب مصر ليه كرة الياد واللحد الدولات احنا بنتكلم عندنا لسه امال كبيرة جداً وواثقين في المنتخب بتاعنا لكن يمكن اخر يعني ماتشين وده الكلام للمتابعين وده كلام كنا منتناقش فيه يعني احنا وضفنا قبل الهواء ما كانوش الافضل ما كانوش الافضل لما تيجي تتكلم عن بلجيكا او عن البحرين مع منتخب مصر ما كانوش الاداء اللي احنا كنا متوقعين او اللي كنا ماشيين عليه حتى اللحظات الاخيرة عندك النهاردة ماتش يعني مصيري مع الدنمارك هيحدد بعد كده انت هتواجه مين سواء السويد او المجر واعتقد ان احنا يفضل ان احنا نقابل المجر ده هيكون في حالة لو فوزنا او هيكون في حالة لو اتعدلنا خسرنا هنروح للسويد وبرضو هتكون اعتقد يعني مرحلة صعبة جدا على كل حال هنتكلم في كل التفاصيل دي مع ضفنا العزيز جدا كابتن محمد عبدالوارث نجمى الاهل السابق لكرة الياد صباح الفل وبونجور في البداية صباح الخير عليكم صباح الفل على حضرتك منور الدنيا كلها اللي بقى الماتشين اللي فاتوا ما كانوش قد كده ده احنا بنعمل عمايل يعني على مزاجك مع الفرق الاتقل والله من وجهة نظري ممكن يكون المدرب طبعا هو اول حاجة هو مشارك كل اللعيبة اللي موجودين عشان يقدر ان هو في المرحلة اللي بعد كده هي مفهاش زار فلازم يكون المجموعة كاملة تكون جهزة مية في المية فممكن يكون ده هو اللي حصل التأثير في المباراتين الاخرين مع بلجيكا مع البحرين الاداء ما كانش مية في المية اللي احنا متعودين عليهم للمنتخب فيه تراجع بسيط وارد ان هو يكون بيجرب الناس وارد ان هو يكون بيرايح الناس وارد ان هو ما بيلعبش بالفول بارك بتاعه عشان يعني مخزن بالزبط للمارك بس انا من وجهة نظري لا ده طبعا دي حاجة من الصح انا لازم الرتم بتاعي يفضل موجود عشان ما يقصرش ممكن ده يحصل تأثير علي بالسلب في ماتش الدنمارك وطبعا ماتش الدنمارك بالنسبة لي ماتش مصيري انا عندي يعني نسبتي كويسة جدا واعلى ان انا ابقى اول مجموعة ان انا في حالة الفوز او التعادل فدي انا شايف ان مباراة الدنمارك دي مباراة مصيرية ان انا قابل المجر احسن ما قابل السويد طبعا السويد طبعا منظم بطولة السويد ماشي يعني الفترة اللي فاتت هو ماشي في مستوى كويس جدا فبالنسبة لي طبعا الاريح اللي انا قابل لمنتخب الدنمارك طيب عزق المجر المجر قصدي صباح الخير يا أستاذ محمد تاني صباح الخير ما هو دايما اللازم معرفة بالنمجنا احنا والله اصلا من ناجت صعوبة ان احنا ناس حرف دي حية بس انا عاية هروح لماتش الدنمارك خلينا في المباراة بتاعت النهاردة اللي هي الساعة 9 ونص تحديدا من توقيت القاهرة طبعا الناس كتيرة جدا من حال العالم بتتابع هذه البطولة الدنمارك يعني غير ان هي هتبقى حاجة مصيرية او نتيجة مصيرية او مباراة مصيرية الدنمارك هتقيل وبطل ومواجهة هتبقى صعبة فأنا لو هتكلم عن الفنيات هنا وهنا هتكلم برضو لان الدنمارك برضو فيه حصل تعديل عن اخر بطولة كانوا موجودين بعد اللعيبة راحت او رحلت بعض اللعيبة جات فبنسبة قد ايه نقدر نقول ان المواجهة دي يعني افضل من المباراة اللي كانت ما بيننا اللي كانت في مصر في البطولة الاخيرة والله فيه طبعا فيه اختلاف في منتخب الدنمارك انا شايفه وهم منتخب الدنمارك في البطولة دي المستوى بتاعهم هم لسه ما وصلوش الماء في الماء بتاعتهم دي بنتائج المباراة اللي هي تلعبت انه هم الاسكور الاخير في المباراة بتاعتهم برضو الاسكور مش عالي هو ممكن برضو يكون هو بيلعب هم من طبيعة الاوروبيين اللي هم بيقدر يحضر مباراة لمباراة ما بينزلش باقوى حاجة عنده في البداية بس انا شايف ان الدنمارك احنا الفترة الاخيرة بدأنا نحفظ لعب الدنمارك بدأنا ازاي نعرف نتعامل معهم ازاي عارفين نحل المشاكل يعني لو في حاجة بتقابلنا في وسط المباراة احنا بنقدر نحلها ودي بانت في المباراة الاخيرة طبعا في اخر كاسعالم طبعا كانت الدربات الجزائية دي طبعا هي حسمة المباراة لهم بس انا شايف في رئة الدنمارك لا الفترة الاخيرة هي مش بالكم القوة زي الفترات القابلة كده فهي الموضوع انا شايف ان لا المباراة في الملعب نقدر نكسب ان شاء الله لو لو ما حلفناش الحظ يبقى على قل يبقى فعندنا التعادل يبقى عندنا تلك واسع بالمناسبة ايه اللي استجد في كام سنة الاخارة دول فبقينا حلوين في كرة اليد وعلى مستوى العالمي وبنشارك في بطولات عائلة وبنكسب منتخبات تقيلة كانت كرة اليد في اوقات سابقة يعني مش بحققة حتى تمن مش هقول لك ربع تمن اللي بيتحقق في اخر كام سنة هو ايه اللي استجد فالنتج عنه اللي احنا بنتكلم عنه ده ايه اللي استجد ان احنا كنا من اخر كاسعالم لابناله اللي كان في فرنسا احنا خدنا رابع عالم من بعدها بدأ يحصل تراجع في المنتخب الفترة دي لغاية تقريبا 2016 الفترة دي كانت فيها فترة تجديد فترة مفيش استقرار للفريق مفيش انجازات توسكة بالزبط ما كانش فيه يعني الفترة دي كان اخيرة ممكن تبقى بطولة افرقيا مثلا المنتخب بحقها لكن كانت عالميا ما كانش فيه يعني ما كنات ظاهرين بالزبط الفترة دي فالفترة الاخيرة طبعا فترة ان انا الاتحاد بدأ يحط نظام مختلف بدأ يبقى فيه احتراف واحنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير جدا موضوع الاحتراف ده مهم جدا ان اللعيب طبعا بيبقى عنده الفكر ان هو ازاي يقدر يبقى يتعايش مع البطولات ازاي بهم هم بره بيجهزوا اللعيب على الحاجات يستوي وينضج بالزبط كده طبعا المستوىات طبعا هناك في اللعب الاوروبي طبعا المستوىات علي جدا والعيبة بتحقق كمان انجازات في الدوريات الاوروبية ايه فانا شايف طبعا هي فكرة الاحتراف فكرة ان التغيير بالنظام الاوروبي اللي احنا بنلعبه لهو الفترة اخيرة بدأ المنتخب يعتمد على النظام الاسباني اه اخر اتنين مدربين كانوا موجودين كان الطريقة الاسبانية كان ديفيد ديفيز اللي هو دلوقتي حاليا مدرب النادي الاهلي وقتت ثمارها الحقيقة في القفرة الاخيرة اه بالضبط арищ مدرسة الاسبانية اه طبعا المدرسة الاسبانية انا شايف ان هي بتبقى قريبة من طريقتنا شوية طريقة اللعب اه قريبة غير الطريقة الاسكندرانية طبعا اللي هي الدنمارك والمانية والحيجن دي فانا شايف ان الطريقة الاسبانية هي ماشية معنا اكتر باروندوم فترة الاخيرة من مدربين الهيالين جدا اللي هو بيعرف يقرأ المباراة بيعرف يزاكر كويس قوي الفرق اللي قدامه فهي دي الفترة الأخيرة هي اللي بينت المنتخب وده الأداء بدأ يظهر لعيبة فترة الأخيرة دايما الإعداد بيبقى أهم شيء أو أهم فترة في أي بطولة لو أنا هتكلم عن وقتك بقى كابتن محمد الإعداد كانت شكله عامل إزاي والاستعدادات والكواليس اللي كانت قابلة أي بطولة كبيرة للمنتخب مقارنة بدلوقتي إيه الأفضل إيه اللي استجد إيه اللي نقدر نقول خمرة فيه بقية يعني أعلى كمان للمنتخب اللي ساعدنا إن إحنا نتقلب بهذا الشكل فيه كمان السنوات الأخيرة الفترة الأخيرة كانت بتبقى عشان ما كانش فيه لعيبة محترفين كتير فكان الاتحاد بيتجه للمعسكرات السفر الكتير اللي هو خارج مصر أو داخل مصر منتخبات بتيجي مصر إحنا بنسافر لمنتخبات فدي كانت هي دي الفترة الإعداد اللي إحنا كنا بنجهزها يعني الفترات يعني الفترات القديمة بس هي طبعا ده في حالة إنه عشان ما كانش عندنا محترفين فدلوقتي اللعيبة المحترفين بقى النظام مختلف بقى فيه الأجندة الدولية طبعا اللعيب المحترف ما بيجيش غير قبل البطولة بأسبوع أسبوعين فبتبقى فترات الإعداد اللعيبة اللي هي المحليين موجودة دائد إن هي بتبقى فيه طبعا بيجهزوا معسكرات بس ما بتبقاش بتكمل معسكرات أو السفريات اللي هي بتبقى قبل كده عشان قريدي اللعيبة هي بتلعب في الدوريات ماتشاط أعلى وهو ده المطلوب لدرب المنتخب إنه هو يبقى عنده اللعيبة الجاهزة جوه الملعب أكتر من هي تدريب بالمناسبة ما تيجي كده نعمل مقارنة بين نوعية بين كواليتي لاعب كرة اليد المصري وبين أي لاعب كرة يد في أي دولة تانية بعيدا بقى خارص عن دعم الاتحاد في الدولة التانية بعيدا عن حجم الإمكانيات المتاحة في الدولة التانية يعني بعيدا عن تفاصيل اللي بكلم يعني شخص وقصاد شخص لاعب وقصاد لاعب هل اللاعب المصري مختلف في تكوينه في أداءه في طريقته عن أي لعب تاني في أي دولة أخرى من وجهة نظري آه أنا شايف طبعا إن هي فيه اختلاف طبعا ما بين اللعيب المصري عايش في أجواء مختلفة تماما غير الأجواء الأوروبية أجواء الأوروبية أجواء مريحة طبعا إنه هو متوفر له كل حاجة صحيح الإمكانيات عالية جدا اللعيب المصري لا إحنا عندنا الفترات يعني اللي موجود هنا الإمكانيات طبعا مش هنقرنها طبعا إذا كانت أجهزة ولا فكر ولا يعني آه كل التفاصيل طبعا إحنا مش هنتكلم فيها فطبعا اللعيب المصري هو بالنسبة له أنه هو بيقدر يوصل للمرحلة اللي هو فيها دي بقى أقل الإمكانيات فدي طبعا هي تبقى إمكانيات من عند اللعيب نفسه جواه أنه هو عايز يوصل لحاجة معينة ودي اللي احنا تعودنا عليها من الشعب المصري عموما فالشعب المصري لما بيبقى بيحدد أنه هو عايز يوصل لحاجة فهو بغض النظر عن أي حاجة بتقابله أو إمكانيات اللي موجودة هو بيقدر يشتغل عليها لكن لو اللعيب الأوروبي مثلا لو إحنا جبناه وعايشناه في الإمكانيات بتاعتنا هنا لأ هو ممكن ما ينجحش وبالتالي أنه بيحصل محترفين بتيجي تلعب في الدوري المصري أو تبقى موجودة في مصر الموضوع بالنسبة له معنهم لعيبة كويسين جدا بس هنا ما بيتأقلموش على الأجواء هم متعودين على الموضوع بيبقى بسيط وسهل فهي دي أنا شايف أنه طبعا اللعيب المصري لا هو عنده إمكانيات أعلى بكتير جدا كلعيب بس هي محتاج حتة أنه هو إزاي يتحطى على التراك إزاي أنه هو البروجرام بتاعه يبقى إزاي ماشي يعرف يوصل هدفه هو عايز إيه الحتة دي بتختلف كتير وده اللي حصل مع اللعيبة اللي موجودين كلهم لما تحطوا في الأجواء الأوروبية طبعا بدأ أن هم ليهم شكل تاني بقى ليهم اسم بقى الناس كلها بتتكلم بيها بقى كل المنتخبات دلوقتي أول ما تسمع اسم المنتخب مصرهم ما بيخافر دي النقطة اللي أنا عندي عليها لم تستفهم بمعنى أنا ليه عندي مشكلة في الفكر يعني أنا ليه عندي أزمة أننا الفكر بتاعي سواء بجد راجع للمجتمع أو راجع للعيبة أو راجع للاتحادات أو راجع للقائمين على الرياضة المصرية فكرهم دايما أن أنا لوكل يعني أنا آخري أن الصور بتاعي أنا محلي رائع لكن ابتدي أروح أبص عالميا أنا أقل من أن أنا أفوز بالطولة أو أوصل للرانكينج أعلى من مثلا دولة تانية أو منتخب تاني أوروبي حتى لو كنت أنا أفضل منه على المستويات الفنية ليه دايما عندنا هذا الفكر أننا لا نستطيع وده موجود على فكر رغم تحقيق بطولات كتيرة في رياضات مختلفة بس ديسة الفكر ده موجود أنا لازم أروح لبرة لازم أفكر فكر أوروبي لازم أكون باحترف في الخارج وإحنا ليه دا لسه عندنا أزمة فيه معلش بقى منتغة صراحة راجع لإيه أنا من وجهة نظر منتغة صراحة السيستم السيستم بالضبط طول ما فيه سيستم طول ما هتلاقي أنت ماشى في اتجاه مختلف تماما طول ما السيستم مش موجود مش هيحصل أي تغيير مش هيحصل أي حاجة يعني يحصل أي تغيير قدامك سيستم بمعنى إيه برضو كفتن محمد يعني القائمين على الرياضة ولا الاتحادات ولا الفكر ولا الإعلام عموما من أول الطفل وهو صغير وليه الأمر نفسه اللي هو عنده ابنه عايز يلعبه رياضة ما ينفعش تجبر ابنك يلعب إيه هو لازم الطفل هو اللي يختار الرياضة زائد إن هو إزاي أنت بتبدأ يعني هو سلم قدامه هو بيبدأ يطلع خطوة 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 ما ينفعش نقط السلم مرة واحدة أنا ليه فيه أساسيات لازم أتعلمها بعد الأساسيات إزاي نعرف أتعامل مع الناس اللي حوليها مع زميل اللي حوليها إزاي نقدر أوصله خطوة خطوة إزاي أنا زي ما بابني زي المهندس كده ما بيجي يبني لازم بابني أساس بطلع واحدة 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 إن أنا أبني مرة واحدة دي الموضوع صعب وده اللي بيحصل عندنا هنا إن إحنا ما عندناش أي مرة واحدة برسا آه ما عندناش حتى اللي هو في السن الصغير إحنا عندنا بنلاعب منافسات للأطفال وهم لسه سبع سنين ثمان سنين فالطفل نفسه هو والمدارب مجبر إن هو لازم يحقق بطولة وده من الصح غير بره بره هو بيلعب مهرجون لمجرد إلعب وبسط طلع كل الجواك بالضبط فهي دي فكرة كلها إن أنا إزاي بجهز الطفل الصغير اللي هو بيبدأ من أول مش بضغت على من أول خمس سنين وست سنين إزاي أنا بسيبه يطلع كل اللجواه فيقدر لما يوصل لمرحلة معينة هو إزاي يوصل إزاي طلع كل حاجة جواه إزاي بدأ التغيير سنة عن سنة عن سنة وثقافة برضو إن أنا ممكن أفوز وممكن أخسر يعني فكرة الخسارة عندنا كمجتمع إحنا ما عندناش دي ما عندناش قبول إن أنا ممكن على فكرة بأنسان ناجح بس ممكن أخسر جولة ممكن أخسر حرب بس سارجع بس بعد كده أنا بشوف ويمكن أنا وكريم قلنا الكلام ده قبل كده بجد وده واقع حضراتكم أكيد كلكم بتشوفوه فبعد الأحيان نروح للنادي نشوف مثلا أطفال بيتمرانوا بجد 8 سنين تلاقي أم مسكة ابنها عمالة هزاها قدام الناس ده 8 سنين ده لسه طفل يعني على فكرة عادي ده في 5 سنين و6 سنين مش معقول يعني أنا بقى الواحد عايز يروح أنت أنت بتعملي إيه أو بتعملي إيه ده شيء صعب جدا ده حقيقة ما هي دي المشكلة اللي إحنا بنقابلها إنه هو لازم الطفل هو في الأول في الآخر طفل ولا طبيعي إنه هو هيغلط ولا طبيعي إنه هو مش هتعلم من أول مرة فلازم أديله المساحة إنه هو فيه فيه لعيبة كويسين جدا بيبدأوا من أول 6 سنين لغاية 15 و16 سنة بيوصلوا لمرحلة 16 سنة بتيجي بيوصي عليهم مع إنهم في الفترة دي هم مميزين جدا أول ما يوصوا 16 سنة ما تلاقيهوش بيختفي ليه؟ عشان هو خد كم الجرعات اللي المفروض ياخدها في 20 سنة هو خدها في 5 سنين فبعد بعد الخمس سنين شبع يعني بالضبط هو بعد الخمس سنين مهما اشتغلت معاه هو قريدي عمل كل حاجة في الخمس سنين بعد كده هو هيفضل مستوى ثابت لكن اللي اللي واخد الخطوة خطوة 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 هو بيوصل للمرحلة اللي إحنا إن إحنا محتاجين اللي هي من بعد 17 و18 سنة و20 سنة الشباب دي بقى اللي بتحصل التفرة عندهم إنه هو بيبقى من سن الشباب حتى إحنا منتخبات مثلا أوروبية ممكن لعبها في سن الناشئين إحنا بنكسب ونكسب بسكور نيجي اللعبهم في الشباب يعني بعديها بسنتين بنلاقي طبعا فرق اختلاف إحنا اللعيبة بتتحول اللي إحنا بنلعبهم اللي إحنا لسه ملعبينهم من سنتين فجأة هم اتغيروا 360 درجة وإحنا حاسين إن إحنا لأ إحنا في مشكلة عندنا فهي دي اللي بتحصل دي نقصة مهمة جدا أه طبعا دي اللي بتحصل عندنا ولذي تتناع في كل الرياضات الكلام اللي هادئك تتكلم عليه دي طبعا دي مش هنتقول بس دي كل الرياضات موجودة ده برد ما يمنعش إنه بردو يعني لو جينا نتكلم على على الصعيد العالمي في رياضات معينة في مصر خلاص بقينا فيها أسياد اللعبة وده شوفناها مثلا بشكل وضح جدا في حالة السكواش كلمة حقة لازم تتقال في آخر كم سنة كرة اليد كمان رفعت سقف طموحاتنا وتوقعاتنا نتيجة إنجازات كتيرة بيحققها المنتخب المصري إحنا نقصنا إيه عشان نتسيد العالم في الرياضة دي زي زي السكواش كده بسلا إيه التقشاط اللي نقصنا والله هي الفكرة كلها هو أنا إزاي بحط سيستم والسيستم ده بيمشي عالكل مفيش أي حد يقدر اللي هيخرج بره السيستم بس وأكيد فيه سيستم ما يتحط أو تزور في الفترة الأخيرة بدليل النجاحات نحن من استعرضها هي دي هي دي اللي أنا بتكلم فيها إنه هو السيستم مش شرط يكون أجنبي موجود هي دي النقطة بتكلم فيها إنه ممكن يكون مصري موجود حط أي سيستم أنت عايزه سيستم أجنبي سيستم مصري حط أي سيستم بس اللازم يكون فيه سيستم مهما كان مين الشخص اللي موجود لازم يكون فيه سيستم والسيستم ده لازم يبقى موجود على الكل محدش يقدر يخرج بره واللي هيخرج بره هو هي مكنة ما ينفعش المكنة دي حاجة تعتر فيها واللي هيعتر فيها خلاص وقفة المكنة كلها فهي دي اللي احنا بنتكلم فيه وده الأساس بس هو الوقت بيجري في الفترة اللي جاية وفي حال أنا أحد سيناريو فيه حال يعني لقدر الله في حال ان احنا مفوزناش بالليفل المطلوب او رانكينج المطلوب احنا ازاي ممكن البطولة اللي جاية ايه اللي مفروض يستحدث ايه اللي مفروض يتغير علشان يجي بقى البطولة اللي بعد كده ولاقي منتخب مصر في حتة تانية بقى ما يبقاش لتمثيل مشرف ولا ان انا باخد مثلا مستوى معين وبقول الحمد الله على كده ولا ان انا بواجه مثلا اوائل المنتخبات في اللعبة دي اقول بس انا عملت اداء كويس قدامه وما كانت تنافسية ومش عارف ايه امتى اقدر فعلا اقول ده اقول انا بلعب وبكسب وبتحدى وبخش في تنافس وبفوز خلينا بقى نروح للسيناريو ده معلش اه والله برضو انا من وجهة نظري حالة تانية ان هو انا عشان اوصل لحتة معينة او ليفل معين اللي انا اثابت عليه ان كل واحد وليه شغله اه كل واحد متخصص في شغله المتخصص في شغله طول ما انا موجودة عندي مجموعة كل واحد متخصص في حاجة هقدر اوصل لحاجة كويسة جدا لكن ما ينفعش يبقى شخص او اتنين هم المسؤولين على كل حاجة بتشغله بيتدخلوا في كل حاجة وده بيحصل حاليا يعني موجود في كل الالعاب وهي دي المشكلة اللي عندنا هنا في نصف ان هو انا مدرب يعني انا راجل فني انا معايا مدرب مساعد الراجل مدرب مساعد ده هو بيساعدني في كذا معايا مدرب احمال مدرب احمال ده هو شغله كذا طبعا بزايد ان احنا في الاول الكلمة اللي احنا هنرجع لها تاني اللي هو السيستم اللي هو المدير بيقول السيستم كذا وباقي المجموعة بتبدأ تشتغل عليه فهو ده اللي هيقدر يوصلنا لاحسن نتيجة احنا بالمناسبة هل يعني طبعا الجانب الفني والاداري كل يعني بكل تفاصيله متحققة ومتوفرة هل المنتخب مصر الكرة اليد اي شكل احترافي من اشكال الدعم النفسي يعني هل في شخص ما متخصص مسؤول عن التفصيلة دي مع العيد المنتخب طبعا هو الداعم الاول والاخير في الاتحاد وفي الهند بول عموما دكتور حسن مصطفى طبعا هو اللي حاطط المنتخب على التراك الصح زائد المجموعة اللي موجودة طبعا في الاتحاد كلها اللي هم دلوقتي يعني هم مش مسؤولين رقم واحد دلوقتي هم مندوبين لفترة مؤقتة لغاية لما يبقى الاتحاد فيه رئيس ويبدأ يعمل انتخابات تاني فالمجموعة اللي موجودة هم مشين في التراك كويس جدا بدليل ان احنا شايفين نتائج طبعا كويسة فطبعا لازم اقول ان هم مشين في التراك كويس طبعا فيه اخطاء وارد جدا يبقى فيه اخطاء ما بين احنا بشر فلازم يحصل اخطاء الدعم طبعا لازم يبقى موجود في المنتخبات كلها شايف ان هم الفترة الاخيرة موجود دعم بس طبعا مش مية في المية بيحصل لازم يبقى فيها حبة تغييرات طبعا لازم ان انا وضع طبعا انا لما اكون غلطان او انا لما اشوف حاجة مقصر فيها لازم اقول لانا فعلا عندي مشكلة طبعا لازم اواجه المشكلة عشان اعرف عدي لازم اواجه المشكلة انا دي من طبيعتي ان انا البعض بيطلع يتكلم انا مش هتكلم عن كيس بعينها رغم انك هتفهم انا قصدي بعض اللاعبة اللي بيمثلوا مصر واللي بيعملوا شغل اكثر من رائع مش مهم النادي اللي هما بينتموا لي تكلم عن مصر تمام وبعدين بيبقى عندهم مشاكل ويطلعوا يتكلموا ان عندهم مشاكل ييجي الاتحاد مثلا يقول لك لا مشكل دي تم التحيق فيها ومش موجودة على سبيل المثال يعني تمام فانا قلت اهو المشكلة اللي عندي فين بقى المشكلة انها تحلت بيت تدي كل واحد يتنصر من فكرة ان هو المخطئ او المشكلة او المسؤولية بتقع عليه وده بيحدث مش بتكلم بكيس بعينها اكيد وكل الرياضين اعتقد او بعض الرياضين ممكن ان هوا ما يأكدوا هذا الكلام لان احنا سمعنا منهم مش كلامي انا فالازمة دي بقى الحالات ازاي عارف اللي هو يعني نمسك منين القضية عشان نحلها اصلا المواجهة المواجهة التصعيد موضوع سهل المواجهة ان انا لازم اواجه مشكلتي انا ايه المشكلة لما انا اخطئ او عندي مشكلة ايه المشكلة لما اواجهها ده وضع طبيعي ان انا عشان اعرف انا ممكن هي فكرة ان احنا او عندنا هنا في مصر عموما في كل اضافة فكرة المسكنات المسكنات دي برضو ما بتجيبش نتيجة صح يعني انا طول ما انا المسكنات ترحم بكثير كمان من فكرة الشماعات اللي بتدور عليها لا ما هي بتبدأ بمسكنات بعد كده بتجيه للشماعات يعني المسكنات خلصت فبدأ بتجيه للشماعات انا مش عارفة ليه ما بنعتق يعني ليه بعض الاشخاص بيفتكروا وبيعتقدوا ان الاعتراف بالخطأ ده حاجة تقلل مني على فكرة احنا بشر احنا جايين الدنيا نغلط عادي ونتعلم حاجة نزل بريموت او بكتالوج يعني عادي نغلط وعادي خبرتك حتى لو كانت في مجال معين كبيرة وارد انك تغلط لان انت بشر فعادي لكن فكرة عدم الاعتراف بالخطأ دي ثقافة احنا دايما عندنا لا لا ما بغلطش لا 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 اصدهاك تحس حتى على المستوى الشخصي البسيط تتعاول اليوم لا 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 يلفي يا عم خلاص انت غلط تغول وعلى فكرة عادي يعني معنش ليه ثقافة دي على فكرة منتشرة هي ما هي احنا عندنا ثقافة لنا مش انا انا بغلطش لا وغير كده هو مش عايز يبقى فيه يطلع نفسه غلطان فيبدأ فيه جدال فيبدأ اللي هو حتة الاسف برده احنا عندنا حتة ان انا اقول انا ااسف دي موضوع بتبقى تقيل قوي علينا ربناش ان احنا نعتزل ان اغلط ان ده امر عادي لا هو وضع طبيعي انا ليه ايه المشكلة لما انا اغلطت في حاجة ايه المشكلة انا ااسف احنا تقلبش مني خالص بالزبط ده بالعكس انا هفضل حتى لو انا كبرت او وصلت لأعلى حاجة هو وضع طبيعي لازم هارلط هو ليه لا يعني حتى مدرب للعيبة لعيبة مع مدرب هو حتى المدرب نفسه وارد ان هو يقول للعيبة انا اغلطت في حاجة ودي بتحصل يعني ده فيه مدربين سعب لي بقى الخطأ ظاهرة صحية ومطلوبة احيانا للتقويم او لعادة تعديل المصار بالزبط عشان انا كمان اوصل للعيبتي ان انا يعني حتى انا كمدرب مثلا في حاجة اخطأت فيها في المباراة واده طبيعي بعد المباراة يا جماعة انا فيه احنا قدينا بسوق كذا خلي اللعيبة بعد كده وقتا ما يحصل غلط يبقى كله عارف انا فيه غلطي بانا هواجه البداية منين لازم اوصل للحتة دي كرامة محترم زي ما انت قلت كابتن محمد هو سيستم فعلا الى حد كبير له تأثير في فكرة نجاح رياضات مختلفة بغض النظر عن تحديدا الاتحادات انا باتفق معاك على كل حال نورتنا وحنتابع اداء منتخب مصر في الفترات اللي جاية والنهاردة عندنا مبرامة مهمة جدا مع الدنمارك نتعملنا التقلق والفوز اكيد لمنتخب مصر عشان كمان نقدر نفرح بقى بهذه البطولة نورتنا وحنقبلك تاني كابتن محمد انت لازم تغطي معنا هذه البطولة بإذن الله اللقاءات اللي جاية تكون بعد انتصارات بحق أهل المتحدة وحنتطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع بقى في تالت وآخر فخرات الحوارية يا فخرة طبية مسجلة حينور من خلالها دكتور باهر السعيد اشتركوا في القناة